الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الواحد والعشرون من الكتاب عنوان المشبهة بليس الصفحة المتممة للثلاثمائة قد تكون ان نافية بمعنى ما النافية وهي مهملة غير عاملة وقد تعمل عمل ليس قليلا وذلك في لغة اهل العالية من العرب ومنه قولهم ان احد خيرا من احد الا بالعافية وقول الشاعر ان هو مستوليا على احد الا على اضعف المجانين وقول الاخر ان المرء ميتا بانقطاء حياته ولكن بان يبغى عليه فيخذلا وانما تعمل عمل ليس بشرطين واحد ان لا يتقدم خبرها على اسمها فان تقدم بطل عملها اثنان ان لا ينتقد نفيها بلا فان ان انتقد بطل عملها نحو ان انت الا رجل كريم وانتقاض النفي الموجب ابطال العمل انما هو بالنسبة الى الخبر كما رأيت ولا يضر انتقاضه بالنسبة الى معمول الخبر نحو ان انت ااخذا الا بيد البائسين ونحو البيت ان هو مستوليا على احد الى اخره واعلم ان الغالب في ان ام نافية ان يقترن الخبر بعدها بلا كقوله تعالى ان هذا الا ملك كريم وقد يستعمل الكلام معها بدون الا كالبيت ان المرء ميتا بانقضاء حياته الى اخره ومنه قولهم ان هذا نافعك ولا بارك عنوان فائدة الصفحة الحادية بعد الثلاث سمع الكساء اعرابيا يقول ان قائما فانكرها عليه وظن انها ان المشددة الناصبة الاسم الرافعة للخبر فحقها ان ترفع قائما فستثبته فاذا هو يريد ان انا قائما اي ما انا قائما ففرك الهمزة همزة انا تخفيفا وادغم على حد قوله تعالى لكن انا هو الله ربي اي لكن انا عنوان ستة الاحرف المشبهة بالفعل الصفحة الثانية بعد الثلاثمئة الاحرف المشبهة بالفعل ستة هي ان وان وكأن ولكن وليت ولعل وحكمها انها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الاول ويسمى اسمها وترفع الاخر ويسمى خبرها نحو ان الله رحيم وكأن العلم نور وسميت مشبهة بالفعل لفتح اواخرها كالماضي ووجود معنى الفعل في كل واحدة منها فان التأكيد والتشبيه والاستدراك والتمني والترجية هي من معاني الافعال ويجوز في لعل ان يقال فيها عل كقوله فقلت عساها نار كأس وعلها تشك فاتي نحوها فاعودها وفيها لغات اخر قليلة الاستعمال وفي هذا الفصل ثمانية عشر مبحثا عنوان واحد معاني الاحرف المشبهة بالفعل الصفحة الثالثة بعد الثلاثمائة معنى ان وان التوكيد فهما لتوكيد اتصاف للمشند اليه بالمسند ومعنى كأن التشبيه المؤكد لانها في الاصل مركبة من ان التوكيدية وكفي التشبيه فاذا قلت كأن العلم نور فالاصل ان العلم كنور ثم انهم لما ارادوا الاهتمام بالتشبيه الذي عقدوا عليه الجملة قدموا الكافة وفتحوا همزة ان مكان الكاف التي هي حرف جر وقد صارت وإياها حرفا واحدا يراد به التشبيه المؤكد ومعنى لكن الاستدراك والتوكيد فالاستدراك نحو زيد شجاع ولكنه بخيل وذلك لان من لوازم الشجاعة الجود فاذا وصفنا زيدا بالشجاعة فربما يفهم انه جواد ايضا لذلك استدركنا بقولنا لكنه بخيل والتوكيد نحو لو جاءني خليل لاكرمته لكنه لم يجئ فقولك لو جاءني خليل لاكرمته يفهم منه انه لم يجئ وقولك لكنه لم يجئ تأكيد لنفي مجيئه ومعما ليت التمني وهو طلب ما لا مطمع فيه او ما فيه عسر فالاول كقول الشاعر الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب والثاني كقول المعسر ليت لي الفدينار وقد تستعمل في الامر الممكن وذلك قليل نحو ليتك تذهب ومعنى نعل الترجي والاشفاق فالترجي طلب الامر المحبوب نحو لعل الصديق قادم والاشفاق هو الحذر من وقوع المكروه نحو لعل المريض هالك وهي لا تستعمل الا في الممكن وقد تأتي بمعنى كي التي للتعليل كقولك ابعث الي بدابتك لعلي اركبها اي كي اركبها وجعلوا منه قوله تعالى لعلكم تتقون لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون اي كي تتقوا وكي تعقلوا وكي تتذكروا وقد تاتي ايضا بمعنى الذن كقولك لعلي ازورك اليوم والمعنى اظنني ازورك وجعلوا منه قول امرئ القيس وبدلت قرحا داميا بعد صحة لعل منايانا تحول النعب اشاء وبمعنى عسى كقولك لعلك انت جتهد وجعلوا منه قول متم لعلك يوما انت لما ملمة عليك من اللات يدعنك اجدعا بدليل دخول ان في خبرها كما تدخل في خبر عسى عنوان اثنان الخبر المفرد والجملة والشبيه بالجملة الصفحة الرابعة بعد الثلاثمئة يقع خبر الاحرف المشبهة بالفعل مفرد اي غير جملة ولا شبهها نحو كأن النجم دينار وجملة فعلية نحو لعلك اجتهد وان العلم يعزز صاحبه وجملة اسمية نحو ان العلم قدره مرتفع وشبه جملة وهو ان يكون الخبر مقدرا مدلولا عليه بظرف او جر ومجرور يتعلقان به نحو ان العادل تحت لواء الرحمن وان الظالم في زمرة الشيطان والخبر هنا يصح ان تقدره مفردا ككائن وموجود وان تقدره جملة ككان ويجد او يكون ويوجد فهو مفرد باعتبار تقديره مفردا وجملة باعتبار تقديره جملة فالحقيقة فيه انه شبيه بالمفرد وبالجملة وتسميته بشبه الجملة فيها اكتفاء واقتصار عنوان ثلاثة حذف خبر هذه الاحرف الصفحة الخامسة بعد الثلاثمائة يجوز حذف خبر هذه الاحرف وذلك على ضربين جائز وواجب فيحذف جوازا اذا كان كونا خاصا اي من الكلمات التي يراد بها معنا خاص بشرط ان يدل عليه دليل كقوله تعالى ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز اي ان الذين كذبوا بالذكر معاندون او هالكون او معذبون وقال الشاعر اتوني فقالوا يا جميل تبدلت بسينة ابدالا فقلت لعلها اي لعلها تبدلت او لعلها فعلت ذلك ويحظف وجودا اذا كان كونا عاما اي من الكلمات التي تدل على وجود او كون مطلقين فلا فلا يفهم منها حدث خاص او فعل معين ككائن او موجود او حاصل وذلك في موضعين واحد الاول بعد ليت شاري اذا وليها استفهام نحو ليت شاري هل تمهض الامة وليت شاري متى تمهض قال الشار الا ليت شاري كيف جادت بوصلها وكيف تراعي وصلة المتغيب اي ليت شاري اي علمي حاصل والمعنى ليتني اشعر بذلك اي اعلمه وادريه وجملة الاستفهام في موضع نصب على انها مفعول به لشاري لانه مصدر شعر اثنان ان يكون في الكلام ظرف او جار ومجرور يتعلقان به فيستغنى بهما عنه نحو ان العلم في الصدور وان الخير امامك فالظرف والجار متعلقان بالخبر المحذوف المقدر بكائن او موجود او حاصل عنوان اربعة تقدم خبر هذه الاحرف الصفحة السادسة بعد الثلاثمائة لا يجوز تقدم خبر هذه الاحرف عليها ولا على اسمها اما معمول الخبر فيجوز ان يتقدم على الاسم ان كان ظرفا او مجرورا بحرف جر نحو ان عندك زيدا مقيم قال الشار فلا تلحني فيها فان بحبها اخاك مصاب القلب جم بلابل ومن ذلك ان يكون الخبر محذوفا مدلولا عليه بما يتعلق به من ظرف او جار ومزور متقدمين على الاسم نحو ان في الدار زيدا ومنه قوله تعالى ان فيها قوما جبارين وقوله ان مع العسر يسرا فالظرف والجار متعلقان بالخبر المحذوف غير انه يجب ان يقدر متأخرا عن الاسم اذ لا يجوز تقديمه عليه كما علمت وليس الظرف الجار والمجرور هو الخبر كما يتساهل بذلك كثير من النحا وانما هما معمولان بالخبر المحذوف لانهما متعلقان به ويجب تقديم معمول الخبر ان كان ظرفا او مجرورا في موضعين واحد ان يلزم من تأخيره عوض الدمير على متأخر لفظا ورتبة وذلك ممنوع نحو ان في الدار صاحبها فلا يجوز ان يقال ان صاحبها في الدار لانها عائدة على الدار وهي متأخرة لفظا وكذلك هي متأخرة رتبة لان معمول الخبر رتبته التأخير كالخبر اثنان ان يكون الاسم مقترما بلام التأكيد كقوله تعالى وان لنا لا الاخرة والاولى وقوله ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار اما تقديم معمول الخبر على الخبر نفسه بحيث يتوسط بين الاسم والخبر فجائز سواء اكان معموله غرفا ام مجرورا ام غيرهما فالاول نحو انك عندنا مقيم والثاني نحو انك في المدرسة تتعلم والثالث نحو ان سعيدا درسه يكتب عنوان فائدة الصفحة السابعة بعد الثلاثمئة متى جاء بعد ان او احدى خواتها ثرف او جار ومجرور كان اسمها مؤخرا فليتنبه الطالب الى نصبه فان كثيرا من الكتاب والمتكلمين يخطئون فيرفعونه لتوهمهم انه خبرها نحر ان عندك لخبرا ونحو لعل في سفرك خيرا عنوان خمسة لام التأكيد بعد ان المكسورة الهمزة الصفحة الثامنة بعد الثلاثمئة تختص ان المكسورة الهمزة دون سائر اخواتها بجواز دخول لام التأكيد وهي التي يسمونها لام الابتداء على اسمها نحو ان في السماء لخبرا وان في الارض لعبرا وعلى خبرها نحو ان الحق لمنصور وعلى معمول خبرها نحو انه لالخير يفعل وعلى دمير الفصل نحو ان المجتهد لهو الفائز سبعة عنوان شروط ما تصحبه لام التأكيد الصفحة الثامنة بعد الثلاثمئة واحد يشترط في دخول لام التأكيد على اسم ان ان تقع بعد هرف او جر ومجرور يتعلقان بخبرها المحذوف نحو ان عندك لخيرا عظيما وان لك لخلقا كريما فان وقع قبلهما لم يجز اقترانه باللام فلا يقال ان لخيرا عندك وان خلقا كريما لك اثنان يشترط في دخولها على الخبر ان لا تقترم باداة شرط او نفير وان لا يكون ماضيا متصرفا مجردا من قبل فان كان الخبر واحدا منها لم يجز دخول هذه اللام عليه فمثال المستكمل للشروط ان ربي لسميع الدعاء وان ربك لا يعلم وان لنحن نحي ونميت ومتى استوفاء خبر ان شروط اقترانه بلام التأكيد جاز دخولها عليه لا فرق بين ان يكون مفردا نحو ان الحق لمنصور او جملة اسمية نحو ان الحق لصوته مرتفع او جملة مدارعية نحو ان ربك لا يحكم بينهم او جملة ناضية فعلها جامد نحو انك لنعم الرجل او متصرف مقترن بقد نحو ان الفرج لقد دنات واذا حذف الخبر جاز دخول هذه اللام على الظرف او الجار المتعلقين به نحو ان اخاك لعندي وان اباك لفدار ومنه قوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم ثلاثة يشترط في دخولها على معمول الخبر شرطان الاول ان يتوسط بين اسمها وخبرها والثاني ان يكون الخبر مما يصلح لدخول هذه اللام عليه نحو ان سليما لفي حاجتك ساع وانه ليوم الجمعة آت وانه لامرك يطيع اربعة اما ضمير الفصل فلا يشترط في دخولها عليه شيء كقوله تعالى ان ان هذا لهو القصص الحق وضمير الفصل هو ما يؤتى به بين المبتدع والخبر او بينما اصله مبتدع وخبر للدلالة على انه خبر ناصف وهو يفيد تأكيد اتصاف المسند اليه بالمسند وهو حرف لا محل له من الاعراب على الاصح من اقوال النحا وصورته كصورة الدمائر المنفصلة وهو يتصرف تصرفها بحسب المسند اليه الا انه ليس اياها ثم ان دخوله بين المبتدع والخبر المنسوخين بكان وهن وان واخواتهم تابع لدخوله بينهما قبل النسخ نحو ان زهيرا هو الشاعر وكان علي هو الخطيبة وظننت عبد الله هو الكاتبة وضمير الفصل حرف كما قدمنا وانما سمي ضميرا لمشابهته الضمير في صورته وسمي ضمير فصل لانه يؤتى به للفصل بين ما هو خبر او صفة لانك ان قلت زهير من المجتهد جاز انك تريد الاخبار وانك تريد النعت فان اردت ان تفصل بين الامرين وتبين ان مرادك الاخبار للصفة اتيت بهذا الضمير للاعلان من اول الامر بان ما بعده خبر عما قبله لا نعت الله ثم انه يفيد تأكيد الحكم لما فيه من زيادة الربط ومن العلماء من يسمي ضمير الفصل عمادا لاعتماد المتكلم او السامع عليه في التفريق بين الخبر والصفة وقد شرحنا ضمير الفصل في الجزء الاول من هذا الكتاب في الكلام على الضمائر فراجع عنوان سبعة شرح لا من ابتداء الصفحة العاشرة بعد الثلاثمئة تدخل لام الابتداء في ثلاثة موابع الاول في باب المبتدأ وهالك في صورتين واحد ان تدخل على المبتدأ والمبتدأ متقدم على الخبر ودخولها عليه هو الاصل فيها نحو لانتم اشد رهبة في صدورهم فان تأخر عن الخبر ان تنع دخولها عليه فلا يقال قائم لزيد وما سمع من ذلك فلضرورة الشعر وهو شاذ لا يقاس عليه اثنان ان تدخل على الخبر بشرط ان يتقدم على المبتدأ نحو لمجتهد انت فان تأخر عنه انتمع دخولها عليه فلا يقال انت لمجتهد وما سمع من ذلك فشاذ لا يلتفت اليه ومن العلماء من لا يجيز دخولها على خبر المبتدأ سواء اتقدم ام تأخر الموضع الثاني في باب ان المكسورة الهمزة وقد سبق انها تدخل على اسمها المتأخر وعلى خبرها اسما كان او فعلا مدارعا او ماضيا جامدا او ماضيا متصرفا مقرما بقد او جنة اسمية وعلى الظرف والزار المتعلقين بخبرها المحذوف دالين عليه وعلى معمول خبرها الموضع الثالث في غير باب المبتدأ وانا وذلك في ثلاث مسائل واحد الفعل المدارع نحو لتنهض الامة مقتفية اثار جدودها اثنان الماضي الجامد نحو لبئس ما كانوا يعملون ثلاثة الماضي المتصرف المقرم بقد نحو لقد كان لكم في يوسف واخوته آيات ومن العلماء من يجعل اللامة الداخلة على الماضي في هذا الباب لام القسم فالقسم عنده محذوف ومصحوب اللام جوابه واعلم ان اللام الابتداء فائدتي الفائدة الاولى توكيد مضمون الجملة المثبتة ولذا تسمى لام التوكيد وانما يسمونها لام الابتداء لانها في الاصل تدخل على المبتدأ او لانها تقع في ابتداء الكلام وان كانت للتوكيد فانها متى دخلت عليها ان زحلقوها الى الخبر نحو ان ربي لسميع الدعاء وذلك كراهية اجتماع مؤكدين في صدر الجملة وهما ان واللام والذلك تسمى اللام المزحلقة ايضا وان كانت هذه اللام للتوكيد في الاثبات انتنعت من الدخول على المنفي لفظا او معنى فالاول نحو انك لا تجذب والثاني نحو انك لا اجتهدت لا اكرمتك وانك لو لا اهمالك لفظت فالاجتهاد والاكرام منتفيان بعد لو والفوز وحده منتفن بعد لو لا اي فائدة الثانية تخلصها الخبر للحال لذلك كان المدارع بعدها خالصا للزمان الحاضر بعد ان كان محتملا للحال والاستقبال وان كانت لتوكيد الخبر في الحال امتنعت من الماضي والمدارع المستقبل الا ان يكون الماضي جامدا او متصرفا مقترنا بقد ان الجامد فلانه لا يدل على حدث ولا زمان وان المقترن بقد فلان قد تقرب الماضي من الحال ولا فرق بين ان يكون المدارع المستقبل مسبوقا مسبوقا باداة تمحضه للاستقبال كالسين وسوف وادوات الشرط الجازمة وغيرها او غير مسبوق بها وانما القارينة تدل على استقباله نحو انه يجيء غدا واما قوله تعالى ان ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فانما اجاز دخول الله لان المستقبل هنا منزل منزلة الحاضر لتحقق وقوعه لان الحكم بينهما واقع لا محالة فكأنه حاضر وكذا قوله تعالى ولسوف يأتيك ربك فترضى فان الاعقاء محقق فكأنه واكع حالا واما قوله عز وجل على لسان يعقوب انه لا يحزنني ان تذهب به فان الذهاب وان كان مستقبلا فان اثاره وهو الحزن حاضر فانه حزن لمجرد علمه انهم ذاهبون به فلم يخرج المدارع هنا وهو يحزنني عن كونه للحال ويرى بعض العلماء وهن الكوفيون انها لا تمحد المدارع للحال بل يزود ان تدخل عليه وهو مستقبل بالاداة او بدونها وجعلوا الاستقبال في الايات على حقيقته انتهى الوجه الاول عنوان ثمانية ما الكافة بعد هذه الاحرف الصفحة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة الى لحقت ما الزائدة الاحرف المشبهة بالفعل كفتها عن العمل فورجع ما بعدها مبتدأ وخبرا وتسمى ما هذه ما الكافة لانها تكف ما تلحقه عن العمل كقوله تعالى انما الهكم اله واحد ونحو كأنما العلم نور ولعلنا الله يرحمنا غير ان ليت يجوز فيها الاعمال والاهمال بعد ان تلحقها ما هذه تقول ليتم الشباب يعود وليتم الشباب يعود وامالها حين اذن احسن من اهمالها وقد روي بالوجهين نصب ما بعد ليتم ورفعه قول الشعر قالت الا ليتم هذا الحمام لنا الى حمامتنا او نصفه فقدي فالنصب على ان ليتم عاملة وذا اسمها والحمام بدل منه والرفع على انها مهملة مكفوفة بماء وهو مبتدأ والحمام بدل منه وكذا نصفه ان نصبت الحمام نصبته وان رفعته رفعته لانه معطوف عليه ومتى لحقت ماء الكافة هذه الاحرفة زال اختصاصها بالاسماء فلذا اهملت وجاز دخولها على الجملة الفعلية كما تدخل على الجملة الاسمية الا ليتا فمن دخولها على الجملة الفعلية قوله تعالى كأنما يساقون الى الموت وقول الشعر اعد نظرا يا عبد قيس لعلما اضاءت لك النار الحمار المقيد ومن دخولها على الجملة الاسمية قوله تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد وقوله انما الله اله واحد واما ليتا فانها باقية على اختصاصها بالاسماء بعد ان تلحقها ما الكافة فلا تدخل على الجمل الفعلية لذلك يرجح ان تبقى على عملها من نصب الاسم ورفع الخبر كما تقدم عنوان فائدة وتنبيل الصفحة الرابعة عشرة بعد الثلاثمية ان كانت ما اللاحقة لهذه الاحرف اسما موصولا او حرفا مصدريا فلا تكفها عن العمل بل تبقى ناصبة للاسم رافعة للخبر فان لحقتها ما الموصولة كانت ما اسمها منصوبة محلا فقوله تعالى ما عندكم ينفد اي ان الذي عندكم ينفد وان لحقتها ما المصدرية كان ما بعدها في تأويل مصدر منصوب على انه اسم ان نحو ان ما تستقيم حسن اي ان استقامتك حسن وحين اذن تكتب ما منفصلة كما رأيت بخلاف ما الكافة فانها تكتب متصلة كما عرفت فيما سلف وقد اجتمعت ما المصدرية وما الكافة في قول امرئ القيس فلو انما اسعى لادنى معيشة كفاني ولم اطلب قليل من المال ولكنما اسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل امثالي فما في البيت الاول مصدرية والتقدير لو ان سعي وفي البيت الاخر زائدة كافة اي ولكني اسعى لمجد مؤثل عنوان تسعة العطف على اسماء هذه الاحرف الصفحة الخامسة عشرة بعد الثلاثمئة اذا عطفت على اسماء الاحرف المشبهة بالفعل عطفت بالنصب سواء اوقع المعطوف قبل الخبر ام بعد فالاول نحو ان سعيدا وخالدا مسافران والثاني نحو ان سعيدا مسافر وخالداء وقد يرفع ما بعد حرف العطف بعد استكمال الخبر على انه مبتدأ محظوف الخبر وذلك بعد ان وان ولكن فقط فمثال ان سعيدا مسافر وخالد ومنه قول الشاعر فمن فمن يقول لم ينجب ابوه وامه فان لنا الام النجيبة والاب وقول الاخر ان الخلافة والمروءة فيهم والمكرمات وسادة اطهار ومثال ان قوله تعالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاخبر ان الله دريء من المشركين ورسوله ومثال لكن قول الشاعر وما زلت سباقا الى كل غاية بها يبتقى في الناس مجد واجلال وما قصرت بي في التسام خؤولة ولكن عمي الطيب الاصلي والخال وقد يرفع ما بعد العاطف قبل استكمال الخبر لغرض معنوي على انه مبتدأ محظوف الخبر فتكون جملته معطرضة بين اسم ان وخبرها كقول الشاعر فمن يكو امس بالمدينة رحله فاني وقيار بها لغريب غريب خبر عن اسم ان وقيار مبتدأ محظوف الخبر والتقدير وقيار غريب بها ايضا وقيار اسم فرسه او جمله وانما قدمه واعترض بجملته بين اسم ان وخبرها لغرض ان هذا الفرس او الجمل استوحش في هذا البلد وهو حيوان فما بالك فلو نصب بالعطف على اسم ان فقال فاني وقيار بها لغريبان لم يكن من ورائه شدة تصوير الاستيحاش الذي يعطيه الرفع في هذا المقام ومنه قوله تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن منهم بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالصابئون مبتدأ محذوف الخبر والتقدير والصابئون كذلك اي لهم حكم الذين امنوا والنصارى واليهود والجملة معطرضة بين اسم ان وخبرها وخبر ان هو جملة الجواب والشرط والغرض من رفع الصابئون وجعله مبتدأ محذوف الخبر انه لما كان الصابئون مع ههور ضلالهم وميلهم عن الاديان كلها يتاب عليهم ان صح منهم الايمان واعتصموا بالعمل الصالح فغيرهم ممن هو على دين سماوي وكتاب منزل اولى بذلك عنوان عشرة ان المكسورة وان المفتوحة الصفحة السابعة عشرة بعد الثلاثمئة يجب ان تكسر همزة ان حيث لا يصح ان يقوم مقامها ومقام معموليها مصدر ويجب فتفها حيث يجب ان يقوم مصدر مقامها ومقام معموليها ويجوز الامران الفتح والكسر حيث يصح الاعتباران فان واجب ان يؤول ما بعدها بمصدر مرفوع او منصوب او مجرور بحيث تضطر الى تغيير تركيب الجملة فهمزتها مفتوحة وجوبة نحو يعجبني انك مجتهد والتأويل يعجبني اجتهادك ونحو علمت ان الله رحيم والتأويل علمت رحمة الله ونحو شعرت بانك قادم والتأويل شعرت بقدومك وانما وجب تأويل ما بعد ان هنا بمصدر لاننا لو لم نؤوله لكانت يعجبني بلا فاعل وعلمت بلا مفعول والباء بلا مجرور فالمصدر المؤول فاعل في المثال الاول ومفعول في المثال الثاني ومجرور بالباء في المثال الثالث وان كان لا يصح ان يؤول ما بعدها بمصدر بمعنى انه لا يصح تغيير التركيب الذي هي فيه وجب كسر همزتها على انها هي وما بعدها جملة النحو ان الله رحيم وانما لم يصح تأويل بالمصدر هنا لانك لو قلت رحمة الله لكان المعنى معقصا وان جاز تأويل ما بعدها بمصدر وجاز ترك تأويله به جاز الامران فتحها وكسرها نحو احسن الي علي انه كريم فالكسر هنا على انها مع ما بعدها جملة تعليلية والفتح على تقدير لام الجر فما بعدها مؤول بمصدر والتأويل احسن 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 اليه لكرمه وحيث جاز الامران فالكسر اولى واكثر لانه الاصلق ولانه لا يحتاج معه الى تكلف التأويل عنوان حادي عشر موادع ان المكسورة الهمزة وجوبا الصفحة الثامنة عشرة بعد الثلاثمئة تكسر همزة ان وجوبا حيث لا يصح ان يؤول ما بعدها بمصدر وذلك في اثني عشر موضعا واحد ان تقع في اتداء الكلام اما حقيقة كقوله تعالى ان انزلناه في ريئة القبر او حقما كقوله عز وجل الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وان وقعت بعد حرف التنبيه كالا او استفتاح كالا واما او تحضيض كهلا او ردع ككلا او جواب كنعم ولا فهي مكسورة الهمزة لانها في حكم الواقعة في الابتداء وكذا ان وقعت بعد حتى الابتدائية نحو مرض زيد حتى انهم لا يرجون وقل ماله حتى انهم لا يكلمون والجملة بعدها لا محل لها من الاعراب لانها ابتدائية او استئنافية اثنان انتقع بعد حيث نحو اجلس حيث ان العلم موجود ثلاثة انتقع بعد اذ نحو جئتك ان الشمس تطلع اربعة انتقع صدر الجملة الواقعة سلة للموصول نحو جاء الذي انه مجتهد ومنه قوله تعالى واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة خمسة ان يقع ما بعدها جوابا للقسم نحو والله ان العلم نور ومنه قوله تعالى والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين ستة ان تقع بعد القول الذي لا يتضمن معنى الظن كقوله تعالى قال اني عبد الله فان تضمن معناه فتحت بعده لان ما بعدها مؤول حينئذ بالمفعول به نحو اتقول ان عبد الله يفعل هذا اي اتظن انه يفعله سبعة ان تقع مع ما بعدها حالا نحو جئت وان الشمس تغرب ومنه قوله تعالى كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون ثمانية ان تقع مع ما بعدها صفة لما قبلها نحو جاء رجل انه فاضل تسعة ان تقع صدر جملة استئنافية نحو يزعم خلان امي اسأت اليه انه لكاذب وهذه من الواقعة اتداء عشرة ان تقع في خبرها لام الابتداء نحو علمت انك لمجتهد ومنه قوله تعالى والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون حادي عشر ان تقع مع ما بعدها خبر عن اسمعي نحو خليل انه كريم ومنه قوله تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوسى والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة عنوان ثاني عشر مواضع ان المفتوحة الهمزة وجوبا تفتح همزة ان وجوبا حيث يجب ان يؤول مع ما بعدها بمصدر مرفوع او منصوب او مجرور وذلك في احد عشر موضع فيؤول ما بعدها بمصدر مرفوع في خمسة مواضع واحد ان تكون وما بعدها في موضع الفاعل نحو بلغني انك مجتهد ومنه قوله تعالى اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب ومن ذلك ان تقع بعد لو نحو لو انك جتهدت لكان خيرا لك ومنه قوله تعالى اثنان 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 ان تكون ان تكون ان تكون ان تكون وما بعدها في موضع نائب الفاعل نحو غلم انك منصرف ومنه قوله تعالى قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن ثلاثة ان تكون هي وما بعدها في موضع المبتدأ نحو حسن انك مجتهد ومنه قوله تعالى ومن اياته انك ترى الارض خاشعة اربعة ان تكون هي وما بعدها في موضع الخبر عن اسم معنى واقع مبتدأ او اسما لان نحو حسبك انك كريم ونحو ان ظني انك فاضل فان كان المخبر عنه اسم عين وجب تسروح ها كما تقدم لانك لو قلت خليل انه كريم بفتحها لكان التأويل خليل كرمه فيكون المعنى ماقصا خمسة ان تكون هي وما بعدها في موضع تابع لمرفوع على انه معطوف عليه او بدل منه فالاول نحو بلغن اجتهادك وانك حسن الخلق والثاني نحو يعجبني سعيد انه مجتهد وتأول بمصدر منصوب في ثلاثة موادع واحد ان تكون هي وما بعدها في موضع المفعول به نحو علمت انك مجتهد ومنه قوله تعالى ولا تخافون انكم اشركتم بالله ومن ذلك ان تقع بعد القول المتضمن معنى الظن كما سببت اثنان ان تكون هي وما بعدها في موضع خبر اللي كان او احدى اخواتها بشرط ان يكون اسمها اسم معنى نحو كان علمي او يقيني انك تتبع الحق ثلاثا ان تكون هي وما بعدها في موضع تابع لمنصوب بالعطف او البدلية فالاول نحو علمت مجيئك وانك منصرف ومنه قوله تعالى اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين والثاني نحو احترمت خالدا انه حسن الخلق ومنه قوله تعالى واذي عدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتأول بمصدر مجرور في ثلاثة مواضع ايضا واحد ان تقع بعد حرف الجر فما بعدها في تأوين مصدر مجرور بها نحو عجبت من انك مهمل ومنه قوله تعالى ذلك بان الله هو الحق اثنان ان تقع مع ما بعدها في موضع المضاف اليه نحو جئت قبل ان الشمس تطلع ومنه قوله تعالى وانه لحق مثل ما انكم تنطقون ثلاثة ان تقع هي وما بعدها في موضع تابع لمجرور بالعطف او البدلية فالاول نحو سررت من ادب خليل وانه عاقل والثاني نحو عجبت منه انه مهمل عنوان الثالث عشر المواضع التي تجوز فيها ان وان الصفحة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمئة يجوز الامران كسر همزة ان وفتحها حيث يصح الاعتباران تأويل ما بعدها بمصدر وعدم تأويله وذلك في اربعة موادع واحد بعد اذا الفجائية نحو خرجت فاذا ان سعيدا واقف فالكسر 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 الاصل وهو على معنى فاذا سعيد واقف والفتح على تأويل ما بعدها بمصدر مبتدأ مهذو في الخبر والتأويل فاذا وقوفه حاصل وقد روي بالوجهين قول الشعر وكنت ارى زيدا كما قيل سيدا اذا انه عبد القفى واللهازم فالكسر على معنى فاذا هو عبد القفى والفتح على معنى فاذا عبوديته حاصلة اثنان ان تقع بعد فاء الجزاء نحو ان تجتهد فانك تكرم وقد قرأ بالوجهين قوله تعالى من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم وقوله من عمل منكم سوء بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم فالكسر على جعلها جملة الجواب والفتح على ان ما بعدها مؤول بمظر مرفوع مبتدأ محذوف الخبر والتقدير في المثال ان تجتهد فاكرامك حاصل والتقدير في الاية الاولى فكون نار جهنم له حق او ثابت او حاصل والتقدير في الاية الاخرى فمغفرة الله حاصلة له وتكون جملة المبتدأ المؤول وخبره المحذوف جواب الشر ثلاثة ان تقع مع ما بعدها في موضع التعليل نحو اكرمه انه مستحق الاكرام وقد قرأ بالوجهين قوله تعالى صل عليهم ان صلاتك سكن لهم فالكسر على انها جملة تعليلية والفتح على تقدير لام التعليل الجارة اي لانه ولان صلاتك والتأويل في المثال اكرمه لاستحقاق الاكرام وفي الاية صل عليهم لتسكين صلاتك اياهم والسكن بالتحريك ما يسكن اليه ويفسر ايضا بالرحمة والبركة اربعة ان تقع بعد لا جرم نحو لا جرم انك على حق والفتح هو الكثير الغالب قال تعالى لا جرم ان الله يعلم ما يسرون ويجهل الفتح ان تجعل ما بعد ان مؤولا بمصدر مرفوع فاعل لجرم وجرم معناه حق وثبت واصل الجر القطع وعلم الله بالاشياء مقفوع به لانه حق ثابت ولا حرف نفي للجواب يرد به كلام سابق فكأنه قال لا اي ليس الامر كما زعم ثم قال جرم ان الله يعلم اي حق وثبت علمه وقال الفراء لا جرم بمعنى لابد لكن كثر في الكلام فصار بمنزلة اليمين لذلك فسرها المفسرون حقا واصله من جرمت بمعنى كسبت فتكون لا على رأيه نافية للجنس وجرم اسمها مبني على الفتح وما بعد ان مؤول بمصدر على تقدير من اي لا جرم من ان الله يعلم اي لا بد من علمه ووزه الكسر ان من العربي من يجعل لا جرم بمنزلة القسم واليمين نحو لا جرم لآت ينك ولا جرم لقد احسنت فان جعلها يمينا كسر همزة ان بعدها نحو لا جرم انك على حق وجعل جملة ان المكسورة واسمها وخبرها جواب القسم وعلى من جعلها يمينا فاعرابها كاعراب لا بد وقد اغنى جواب القسم عن خبرها وقد علمت انه حيث جاز فتح ان وكسرها فيكسر اولى واكثر لانه الاصل ولانه لا تكلف فيه الا اذا وقعت بعد لا جرم فالفتح هو الغالب الكثير وان نزلتها منزلة اليمين لانها في الاصل فعل انتهى الشريط الواحد والعشرون وللكتاب بقية على شريط التالي الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني والعشرون من الكتاب عنوان رابع عشر تخفيف ان وان وكام ولكن الصفحة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمئة يجوز ان تخفف ان وان وكام ولكن بحظ النون الثانية فيقال ان وان وكام ولكن خامس عشر ان المخففة المكسورة اذا خففت ان اهملت وجوبا ان وليها فعل كقوله تعالى وان همك لمن الكاذبين فان وليها اسم فالكثير الغالب اهمالها نحو ان انت لصادق ويقل اعمالها نحو ان زيدا منطلق ومنه قوله تعالى وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم في قراءة من قرأ ان ولما مخففتي ومتى خففت واغملت لزمتها اللام المفتوحة وجوبا نحو ان سعيد لمجتهد تفرقة بينها وبين ان النافية كي لا يقع اللبس وتسمى اللام الفارقة فان امن اللبس جاز تركها كقوله انا ابن اباة الدين من اهل مالك وان مالك كانت كرام المعادن لان المقام هنا مقام مدح فيمنع ان تكون ان نافية وان لان قلب المدح ذما واذا خففت لم يلها من الافعال الا الافعال الناسخة لحكم المبتدى والخبر اي التي تنسخ حكمهما من حيث الاعراب وهي كان واخواتها وكاد واخواتها وظن واخواتها وحين اذن تدخل اللام الفارقة على الجزء الذي كان خبرا والاكثر ان يكون الفعل الناسخ الذي يليها ماضيا كقوله تعالى وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وقوله قالت الله ان كت لتردين وقوله وان وجدنا اكثرهم لفاسقين وقد يكون مدارعا كقوله سبحانه وان ظنك لمن الكاذبين ودخول ان المخففة على غير ناسخ من الافعال شاذ نادر فما ورد منه لا يقاس علي كقولك ان يزينك لنفسك وان يشينك لهية عنوان سادس عشر ان المخففة المفتوحة الصفحة السابعة والعشرون بعد الثلاثمئة اذا خففت ان المفتوحة فمذهب سيدويه والكوفيين انها مهملة لا تعمل شيئا لا في ظاهر ولا مضمر فيحرف مصدري كسائر الاحرف المصدرية وتدخل حين اذن على الجمل الاسمية والفعلية وهذا ما يظهر انه الحق وهو مذهب لا تكلف فيه واما قول جنوب الكاهلية لقد علم البيف والمرملون اذا اغبر افق وهبت شمالا بانك ربيع وغيث مريع وانك هناك تكون الثمالا وقول الاخر فلو انك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم ابخل وانت صديق فضرورة شعرية لا يقاس عليها واعلم ان ان المخففة ان سبق فعل فلابد ان يكون من افعال يقين او ما ينزل منزلتها من كل فعلا قلبي يراد به الظم الغالب الراجح فالاول كقوله تعالى علم ان سيكون منكم مرضى ومنه قول الشعر اذا ميت فادفني الى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي اروقها ولا تدفنني في صلاة فانني اخاف اذا ما ميت الا اذوقها فخوفه ان لا يذوقها بعد ما ماته يقين عنده متحقق لديه والثاني كقوله تعالى وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه وقوله احسب ان لم يره احد عنوان فائدة الصفحة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمئة اذا وقعت امن الساكنة بعد فعل يفيد العلم واليقين وجب ان تكون مخففة من امن المشددان وان يكون المدارع بعدها مرفوعا كما رأيت ولا يجوز ان تكون امن الناصبة للمدارع وان وقعت بعد فعل يدل على ظن الراجح جاز ان تكون مخففة من امن المشددة فالمدارع بعدها مرفوع وجاز ان تكون امن الناصبة للمدارع فهو بعدها منصوب وقد قرأ بالوجهين قوله تعالى وحسب ان لا تكون فتنة بنصب تكون على ان امن هي الناصبة للمدارع ورفعه على انها هي المخففة من امن المشددة وذلك لان امن الناصبة للفعل المدارع تستعمل في مقام الرجاء والطمع فيما لعبها فلا يناسبها اليقين وانما يناسبها الظن فلم يجز ان تقع بعد ما يفيد اليقين وان المخففة هي للتأكيد فيناسبها اليقين ولما كان الرجاء والطمع يناسب هما الظن جاز ان تقع بعده ان الناصبة للمدارع المفيدة للرجاء والطمع وانما جاز ان تقع ان المخففة المفيدة للتأكيد اذا كان ظن راجحا لان الظن الراجح يقرب من اليقين فينزل منزلتها واعلم ان المخففة لا تدخل الا على الجمل عند من يهملها وعند من يعملها في الدمير المحذوف الا ما شذ من دخولها على الدمير البارز في الشعر للضرورة وقد علمت انه نادر مخالف للكثير المسموع من كلام العرب والجملة بعدها اما اسمية واما فعلية فان كانت جملة اسمية او فعلية فعلها جامد لم تحتج الى فاصل بينها وبين ام فالاسمية كقوله تعالى واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين وكقول الشاعر في فتية كسيوف الهند قد علموا ان هذك كل من يحفى وينتعلوا والفعلية التي فعلها جامد كقوله سبحانه وان ليس للانسان الا ما سعى وقوله وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم وان كانت الجملة بعدها فعلية فعلها متصرف فالاحسن والاكثر ان يفصل بين ان والفعل باحد خمسة اشياء واحد قد كقوله تعالى ونعلم ان قد سلقتنا وقول الشاعر شهدت بان قد خط ما هو كائن وانك تنحو ما تشاء وتثبت اثنان حرف حرف التنفيس السين او سوف فالسين فالسين كقوله تعالى ايحسب هديث غيره وقوله وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غبقا خمسة ربا كقول الشاعر طيقنت ام ربا امرئ خيل خائنا امين وخوان يخال امين وانما يؤتى بالفاصل لبيان ان ان هذه مخففة من ان لا انها ان الناصبة للمضارع ويجوز ان لا يفصل بين ان والفعل بفاصل ان كان مما يدل على العلم اليقيني كقول الشاعر علموا ان يؤملون فجادوا قبل ان يسألوا باعظم سؤلي وذلك انه لما وجب ان يعتبر ان الساكنة مخففة من ان المشددة اذا وقعت بعد فعل يقيني ولم يجز ان تكون هي الناصبة للمضارع كما علمت سهل ترك الفصل بينها وبينه لان الفاصل انما يكون لتمييز احداهما عن الاخرى للإيذان من اول الامر بانها ليست الناصبة للمضارع وانما هي المخففة عنوان سابع عشر كأن المخففة الصفحة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة إذا يخففت كأن فالحق على ما نرى أنها مهملة لا عمل لها وعلى هذا الكوفيون وهو قول لا تكلف فيه وعلى كل حال فيجب أن يكون ما بعدها جملة فإن فإن كانت اسمية لم تحتج إلى فاصل بينها وبين كأن كقوله وصدر مشرق اللوني كأن ثدياه حقاني وإن كانت جملة فعلية وجب اقترانها بأحد حرفين واحد قد كقول الشاعر أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد وقول الآخر لا يهول أنك اصطلاء لها الحرب فمحظورها كأن قد ألما اثنان لم كقوله تعالى كأن لم تغنى بالأمس وقول الشاعر كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفاء أنيس ولم يصمر بمكة سامر وإنما فصل بينهما تمييزا لها عن أن المصدرية الداخلة عليها كاف التشبيه عنوان ثمانية عشر لكن المخففة الصفحة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمئة إذا خففت لكن أهملت وجوبا عند الجميع ودخلت على الجمل الاسمية والشعلية نحو جاء خالد لكن سعيد مسافر وسافر علي لكن جاء خليل إلا الأخفش ويونس فأجاز أعمالها عنوان سبعة لا النافية للجنس الصفحة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمئة لا النافية للجنس هي التي تدل على نفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها على سبيل الاستغرار أي يراد بها نفيه عن جميع أفراد الجنس نصا لا على سبيل الاحتمال ونفي الخبر عن الجنس يستلزم نفيه عن جميع أفراده وتسمى لا هذه لا التبرئة أيضا لأنها تفيد تبرئة المتكلم للجنس وتنزيه إياه عن الاتصاف بالخبر وإذ كانت للنفي على سبيل الاستغراق كان الكلام معها على تقدير من بدليل ظهورها في قول الشار فقام يذود الناس عنها بسيفه وقال ألا لا من سبيل إلى هندي فإذا قلت لا رجل في الدار كان المعنى لا من رجل فيها أي ليس فيها أحد من الرجال لا واحد ولا أكثر لذلك لا يصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان أو ثلاثة مثلا لأن قولك لا رجل في الدار نص صريح على نفي جنس الرجل فقولك بعد ذلك بل رجلان تناقض بخلاف لا العاملة عمل ليس فإنها يصح أن ينفى بها الواحد وأن ينفى بها الجنس لا على سبيل التنصيص بل على سبيل الاحتمال فإذا قلت لا رجل مسافرا صح أن تريد أنه ليس رجل واحد مسافرا فلك أن تقول بعد ذلك بل رجلان وصح أن تريد أنه ليس أحد من جنس الرجال مسافرا وكذلك السامع له أن يفهم نفي الواحد ونفي الجنس لأنها محتملة لهما وستقف على مزيد بيان لهذا الموضوع وفي هذا الفصل خمسة مباحث عنوان واحد عمل لا النافية للجنس وشروط إعمالها الصفحة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمئة تعمل لا النافية للجنس عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر نحو لا أحد أغير من الله وإنما عملت عملها لأنها لتأكيد النفي والمبالغة فيه كما أن إن لتأكيد الإثبات والمبالغة فيه ويشترط في إعمالها عمل إن أربعة شروط واحد أن تكون نصا على نفي الجنس بأن يراد بها نفي الجنس نفيا عاما لا على سبيل الاحتمال فإن لم تكن لنفي الجنس على سبيل التنصيص بأن أريد بها نفي الواحد أو نفي الجنس على سبيل الاحتمال فهي مهملة وما بعدها مبتدأ وخبر نحو لا رجل مسافر ولك أن تعملها عمل ليس نحو لا رجل مسافرا وإرادة نفي الواحد أو الجنس بها هو أمر مراجع إلى المتكلم أما السامع فله أن يفهم أحد الأمرين اثنان أن يكون اسمها وخبرها نكرتين فإن كان المسند إليه بعدها معرفة أهملت ووجبا تكرارها نحو لا سعيد في الدار ولا خليل وقد يقع اسمها معرفة مؤولة بنكرة يراد بها الجنس كأن يكون الاسم علما مشتهرا بصفة كحاتم المشتهر بالجود وعنطرة المشتهر بالشجاعة وسحبان المشتهر بالفصاحة ونحوهم فيجعل العلم اسم جنس لكل من اتصف بالمعنى الذي اشتهر به ذلك العلم كما قالوا لكل فرعون موسى بتنوين العلمين مرادا بهم الجنس أي لكل جبار قهار وذلك نحو لا حاتم اليوم ولا عنطرة ولا سحبان والتأويل لا جواد كحاتم ولا شجاع كعنطرة ولا فصيح كسحبان ومنه قول الراجز لا هيثم الليلة للمطي ولا فتن الا ابن خيدري أي لا حادي حسن الحداء كهيثم ومنه قول عمر في علي رضي الله عنهما قضية ولا ابا حسن لها أي هذه قضية ولا فيصل لها يفصلها وقد يراد بالعالم واحد مما سمي به كقول الشاعر ونبكي على زيد ولا زيد مثله بريء من الحمى سليم الجوانح ثلاثة ألا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل فإذا فصل بينهما بشيء ولو بالخبر أهملت ووجب تكرارها نحو لا في الدار رجل ولا امرأة وكان ما بعدها مبتدأ وخبر أربعة ألا يدخل عليها حرف جر فإن سبقها حرف جر كانت مهملة وكان ما بعدها مجرورا بها نحو سافرت بلا زاد وفلان يخاف من لا شيء عنوان فائدة مهمة الصفحة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمئة أعلم أن لا النافية للجنس إنما تدل على نفي الجنس نصا إذا كان اسمها واحدا فإن كان مثنا أو جمعا نحو لا رجلين في الدار ولا رجال فيها احتمل أن تكون لنفي الجنس وأن تكون لنفي وجود اثنين فقط أو جماعة فقط فاجوز أن يكون فيها اثنان أو واحد إن نفيت الجمع وأن يكون فيها جماعة أو واحد إن نفيت لاثنين ولذا يجوز أن تقول لا رجلين فيها بل رجل أو رجال ولا رجال فيها بل رجل أو رجلان وكذلك لا العاملة عمل ليس ولا المهملة فإنما يصح أن يراد بها نفي الجنس إن كان المنفي واحدا فإن كان اثنين أو جماعة جاز أن يراد بها نفي الجنس أو نفي الاثنين فقط أو نفي الجماعة فقط فيجوز مع نفي الاثنين أن يكون هناك واحد أو اثنان فالفرق بين النافية للجنس والعاملة عمل ليس أو المهملة إنما هو إذا كان المنفي واحدا فالأولى لا يجوز أن يراد بها نفي الجنس ونفي الواحد والثانية يجوز أن يراد بها نفي الجنس ونفي الواحد والأول أكثر ومنه قول الشاعر تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا وإنما صح أن يراد بها نفي الجنس لأن النكرة في سياق النفي تدل على العموم لهذا يحصن إن أريد عدم إرادة العموم أن يؤتى بعدهما بما يزيل اللبس كان يقال مثلا لا رجل مسافرا بل رجلان أو رجال فإن أطلق الكلام بعدهما ترجح أن تكون لنفي الجنس على سبيل الاحتمال فاحفظ هذا التحقيق فإنه أمر دقيق قل أن يتفطن له من يطعط النحو عنوان اثنان أقصام اسمها وأحكامه صفحة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمئة اسم لا النافية للجنس على ثلاثة أقصام مفرد ومضاف ومشبه بالمضاف فالمفرد ما كان غير مضاف ولا مشبه به وضابط أن لا يكون عاملا فيما بعده كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه وحكمه أن يبنى على ما ينصل به من فتحة أوياء أو كسرة غير منو تقول لا رجل في الدار ولا رجال فيها ولا رجلين عندنا ولا مظمومين في المدرسة ولا مظمومات محبوبات ويجوز في جمع المؤنث السالم بناؤه أيضا على الفتح نحو لا مجتهدات مظمومات وقد روية بالوجهين قول الشاعر لا سابغات ولا جأواء باسلة تقل منون لدى استيفاء آجال وقول الآخر أودى الشباب الذي مجد عواقبه فيهن لذ ولا لذات للشيبي وقد بني لتركيبه معلاء كتركيب خمسة عشر وحكم وحكم اسمها المضاف أن يكون مغربا منصوبا نحو لا رجل سوء عندنا ولا رجلي شر محبوبان ولا مهملي واجباتهم محبوبون ولا أخا جهل مقرم ولا تاركات واجب مكرمات والشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه ودابطه أن يكون عاملا فيما بعده بأن يكون ما بعده فاعلا له نحو لا قبيحا خلقه حاضر أو نائب فاعل نحو لا مذموما فعله عندنا أو مفعولا نحو لا فاعلا شرا ممدوحا أو ظرفا يتعلق به نحو لا مسافرا اليوم حاضر أو جرا ومجرورا يتعلقان به نحو لا راغبا في الشر بيننا أو تمييزا له نحو لا عشرين درهما لك وحكمه أنه معرب أيضا كما رأيت عنوان ثلاثة أحوال اسمها وخبرها صفحة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمئة وقد يحزف اسم لا النافية الجنس نحو لا عليك أي لا بأس أو لا جناح عليك وذلك نادر والخبر إن جهل وجب ذكره كحديث لا أحد أغير من الله وإذا وإذا علم فحذفه كثير نحو لا بأس أي لا بأس عليك ومنه قوله تعالى قالوا لا بير إنا إلى ربنا منقلبون أي لا بير علينا وقوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت أي فلا فوت لهم ومن تميم والطائيون من العرب يلتزمون حذفه إذا علم والحجازيون يجيزون إثباته وحذفه وحذفه عندهم أكثر ومن حذفه قوله تعالى لا إله إلا الله أي لا إله موجود ويقوم خبر لا مفردا أي ليس جملة ولا شبهها كحديث لا فقر أشد من الجهل ولا مال أعز من العقل ولا وحشة أشد من العجب وجملة فعلية نحو لا رجل سوء يعاشر وجملة اسمية نحو لا وضيع نفس خلقه محمود وشبه الجملة بأن يكون محذوفا مدلولا عليه بظرف أو مجرور بحرق جر يتعلقان به فيغنيان كحديث كحديث لا عقلك التدبير لا رجل لا رجل في الدار وامرأة ولا رجل سفيه عندنا فالمعطوف والنات رفع على أنهما تابعان لمحل لا واسمها لأن محلهما الرفع بالابتداء وقد اضطرهم إلى هذا التكلف أنه سمع من العربي رفع التابع بعد اسمها فتأولوا رفعه على ما ذكرنا انتهى الوجه الأول عنوان أربعة أحكام لا إذا تكررت الصفحة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمئة إذا تكررت لا في الكلام جاز لك أن تعمل الأولى والثانية تمعا كإنا وأن تعملهما كليس وأن تهملهما وأن تعمل الأولى كإنا أو كليس وتهمل الأخرى وأن تعمل الثانية كإنا أو كليس وتهمل الأولى ولذا يجوز في نحوي لا حول ولا قوة إلا بالله خمسة أوج واحد بناء الاسمين على أنها عاملة عمل إن نحو لا حول ولا قوة إلا بالله اثنان رفعهما على أنها عاملة عمل ليس أو على أنها مهملة فما بعدها مفتدأ وخبر نحو لا حول ولا قوة إلا بالله ومنه قول الشاعر وما هجرتك وما هجرتك حتى قلت معلنة لا ناقة لي في هذا ولا جمل ثلاثة بناء الأول على الفتح ورفع الثاني نحو لا حول ولا قوة إلا بالله ومنه قول الشاعر هذا قال عمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو أربعة رفع الأول وبناء الثاني على الفتح نحو لا حول ولا قوة إلا بالله ومنه قول الشاعر فلا لغ ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم خمسة بناء الأول على الفتح ونصب الثاني بالعطف على محل اسم لا نحو لا حول ولا قوة إلا بالله ومنه قول الشاعر لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع وهذا الوجه هو أضعفها وأقواها بناء الاسمين ثم رفعهما وحيثما رفعت الأول انتمع إعراب الثاني منصوبا منونا فلا يقال لا حول ولا قوة إلا بالله إذ لا وجه لنصبه لأنك إن أردت عطفه على حول وجبارفه وكذا إن جعلت لا الثانية عاملة عمل ليس كما لا يخفى وإن جعلتها عاملة عمل إنه وجب بناءه على الفتح من غير تنوين لأنه ليس مضافا ولا مشبها به وإذا عطفت على اسم لا ولم تكررها انتمع إلغاؤها ووجب إعمالها عمل إنه وجاز في المعطوف وجهان النصب والرفع نحو لا رجل وامرأة أو وامرأة في الدار والنصب أو لا ومن نصبه قول الشاعر فلا أبا وابنا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأذرى عنوان خمسة أحكام نعت اسم لا صفحة الحادية والأربعون بعد الثلاثمئة إذا نعت اسم لا النافية للجنس فإما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا فإن كان معربا جاز في نعته وجهان النصب والرفع نحو لا طالب علم كسول أو كسول في المدرسة ولا طالب علم كسول أو كسول عندنا والنصب أولى والرفع على أنه نعت لمحل لا واسمها لأن محلهما الرفع بالابتداء كما سبق وإن كان مبنيا فله ثلاثة أحوال واحد أن ينعت بمفرد متصل به فوجوز في النعت ثلاثة أوجه النصب والبناء كمنعوته والرفع نحو لا رجل قبيحا أو قبيح أو قبيح عندنا والنصب أولى وبناؤه لمجاورته منعوته المبني ثمان أن ينعت بمفرد مفصول بينه وبينه بفاصل فينتمع بناء النعت لفقد المجاورة التي أباحت بناءه وهو متصل بمنعوته ويجوز فيه النصب والرفع نحو لا تلميذ في المدرسة كسولا أو كسول ثلاثة أن ينعت بمضاف أو مشبه به فيجوز في النعت النصب والرفع وينتنع البناء لأن المضاف والشبيه به لا يبنيان معلاء فالنعت المضاف نحو لا رجل ذا شر أو ذو شر في المدرسة والنعت المشبه به نحو لا رجل راغبا في الشر أو راغب في الشر عندنا تم الجزء الثاني من كتاب جامع الدروس العربية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على المختار من خلقه محمد عبده ورسوله وعلى إخوانه من النبيين والصديقين ومنح نحوهم واهتدى بهداهم وبعد فهذا هو الجزء الثالث من كتابنا جامع الدروس العربية وهو يشتمل على الباب التاسع في منصوبات الأسماء الباب العاشر في مجرورات الأسماء الباب الحادي عشر في التوابع وإعرابها الباب الثاني عشر في حروف المعاني الخاتمة في مباحث إعرابية متفرقة وقد كان تأليفه كأخوي في مدينتنا بيروت الشام عام ثلاثين وثلاثمائة وألف للهجرة وعام إثني عشر وتسعمائة وألف للميلاد بيروت الغلايين الباب التاسع منصوبات الأسماء منصوبات الأسماء أربعة عشر المفؤول به والمفؤول المطلق والمفؤول له والمفؤول فيه والمفؤول معه والحال والتمييز والمستثنى والمنادى وخبر الفعل الناقص وخبر أحرف ليس واسم إنا أو إحدى أخواتها واسم لا النافية للجنس والتابع للمنصوب ويجتمل هذا الباب على تسعة فصول من المفؤول به إلى المنادى وقد سبق الكلام على البواق في شرح مرفوعات الأسماء في الجزء الثاني ما عدا التابع للمنصوب فنتكلم عليه في هذا الجزء إن شاء الله تعالى عنوان واحد المفعول به الصفحة الثالثة المفعول به هو اسم دل على شيء وقع عليه فعل الفاعل إثباتا أو نفيا ولا تغير لأجله صورة الفعل فالأول نحو بريت القلم والثاني نحو ما بريت القلم وقد يتعدد المفعول به في الكلام إن كان الفعل متعديا إلى أكثر من مفعول به واحد نحو أعطيت الفقير درهما ظننت الأمر واقع أعلمت سعيدا الأمر جلي وقد سبق الكلام على الفعل المتعدي بأقسامه وأحكامه في الجزء الأول من هذا الكتاب فراجع ويتعلق بالمفعول به أحد عشر مبحثا عنوان واحد أقسام المفعول به الصفحة الرابعة المفعول به قسمان صريح وغير صريح والصريح قسمان ظاهر نحو فتح خالد الحيرة وضمير متصل نحو أكرمتك وأكرمتهم أو منفصل نحو إياك نعبد وإياك نستعين ونحو إياه أريد وغير الصريح ثلاثة أقسام مؤول بمصدر بعد حرف مصدري نحو علمت أنك مجتهد وجملة مؤولة بمفرد نحو ظمنتك تجتهد وجر ومجرور نحو أمسكت بيدك وقد يسقط حرف الجر فينتصب المجرور على أنه مفعول به ويسمى المنصوب على نزع الخافض فهو يرجع إلى أصله من النصب كقول الشعر تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حراموا وقد تقدم لهذا البحث فضل بيان في الجزء الأول من هذا الكتاب في الكلام على الفعل اللازم فراجع عنوان اثنان أحكام المفعول به الصفحة الخامسة للمفعول به أربعة أحكام واحد أنه يجب نصبه اثنان أنه يجوز حرفه لدليل نحو راعة الماشية ويقال هل رأيت خليلا فتقول رأيت قال تعالى ما ودعك ربك وما قل وقال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى وقد ينزل المتعدي منزلة اللازم لعدم تعلق غرض بالمفعول به فلا يذكر له مفعول ولا يقدر كقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وما نصد مفعولين من أفحال القلوب جاز فيه حذف مفعوليه معا وحذف أحدهما لدليل فمن حذف أحدهما قول عن طره ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المقرمين أي فلا تظني غيره واقعا ومن حذفهما معا قوله تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون أي تزعمون شركائي ومن ذلك قولهم من يسمع يخل أي يخل ما يسمعه حقا وقد تقدم في الجزء الأول من هذا الكتاب مزيد إيضاح لهذا البحث في الكلام على أفعال القلوب فارجع إليه ثلاثة أنه يجوز أن يحذف فعله لدليل كقوله تعالى ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا أي أنزل خيرا ويقال لك من أكرم فتقول العلماء أي أكرم العلماء ويجب حنفه في أمثال ونحوها مما اشتهر بحذف الفعل نحو الكلاب على البقر أي أرسل الكلاب ونحو أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك أي يلزم واقبل ونحو كل شيء ولا شتيمة حر أي ائت كل شيء ولا تأتي شتيمة حر ومنه أهلا وسهلا أي جئت أهلا ونزلت سهلا ومن ذلك حذفه في أبواب التحذير والإغراء والاختصاص والاشتغال والنعت المقطوع وسيأتي بيان ذلك في مواضعه أربعة أن الأصل فيه أن يتأخر عن الفعل والفاعل وقد يتقدم على الفاعل أو على الفعل والفاعل معا كما سيأتي عنوان ثلاثة تقديم المفعول به وتأخيره الصفحة السادسة الأصل في الفاعل أن يتصل بفعله لأنه كالجزء منه ثم يأتي بعده المفعول وقد يعكس الأمر وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل معاه وكل ذلك إما جائز وإما واجب وإما ممتنع عنوان تقديم الفاعل والمفعول أحدهما على الآخر الصفحة السادسة يجوز تقديم المفعول به على الفاعل وتأخيره عنه في نحو كتب زهير الدرسة وكتب الدرسة زهير ويجب تقديم أحدهما على الآخر في خمس مسائل واحد إذا خشي الالتباس والوقوع في الشك بسبب خفاء الإعراب مع عدم القرينة فلا يعلم الفاعل من المفعول فيجب تقديم الفاعل نحو علم موسى عيسى وأكرم ابني أخي وغلب هذا ذاك فإن أمن اللبس لقرينة كندال جاز تقديم المفعول نحو أكرمت موسى سلم وأضنت سعد الحم اثنان أن يتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول فيجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول نحو أكرم سعيدا علامه ومنه قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وقوله يوم لا ينفع الظالمين مع ذرتهم ولا يجوز أن يقال أكرم غلامه سعيدا لألا يلزم عوض التمير على متأخر لفظا ورتبة وذلك محظور وأما قول الشاعر ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعم وقول الآخر كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ورقى نداه ذا ندا في ذر المجد وقول غيره جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل وقول الآخر جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجز سينمار فضرورة إن جازت في الشارع على قبحها لم تجز في النثر فإن اتصر بالمفعول ضمير يعود على الفاعل جاز تقديمه وتأخيره فتقول أكرم الأستاذ تلميذه وأكرم تلميذه الأستاذ لأن الفاعل رتبته التقديم سواء أتقدم أن تأخر ثلاثة أن يكون الفاعل والمفعول ضميرين ولا حصر في أحدهما فيجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به نحو أكرمته أربع أن يكون أحدهما ضميرا متصلا والآخر اسما ظاهرا فيجب تقديم الدمير منهما فيقدم الفاعل في نحو أكرمت عليا ويقدم المفعول في نحو أكرمني علي وجوبا ولك في المثال الأول تقديم المفعول على الفعل والفاعل معن نحو عليا أكرمت ولك في المثال الآخر تقديم علي على الفعل والمفعول به نحو علي أكرمني غير أنه يكون حينئذ مبتدأ على رأي البصريين ويكون الفاعل ضميرا مستطرا يعود إلي فلا يكون الكلام والحالة هذه من هذا الباب بل يكون من المسألة الثالثة لأن الفاعل والمفعول كليهما حينئذ ضميران خمسة أن يكون أحدهما محصورا فيه الفعل بإلا أو إنما فيجب تأخير ما حصر فيه الفعل مفعولا أو فاعلا فالمفعول المحصور نحو ما أكرم سعيد إلا خالدا والفاعل المحصور نحو ما أكرم سعيدا إلا خالد وإنما أكرم سعيدا خالد ومعنى الحصر في المفعول أن فعل الفاعل محصور وقوئه على هذا المفعول دون غيره وذلك يكون ردا على من اعتقد أن الفعل وقع على غيره أو عليه وعلى غيره ومعنى الحصر في الفاعل أن الفعل محصور وقوئه في هذا الفاعل دون غيره وذلك يكون ردا على من اعتقد أن الفاعل غيره أو هو وغيره وقد أجاز بعض النحات تقديم أحدهما وتأخير الآخر أيًا كان المحصور فيه الفعل إذا كان الحصر بإلا تمسكا بما ورد من ذلك فمن تقديم المفعول المحصور بإلا قول الشاعر ولما أبى إلا جناحا فؤاده ولم يسل عن ليلى بمال ولا أهلي وقول الآخر تزودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بكلامها ومن تقديم الفاعل المحصور بها قول الشاعر ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم ولا جفا قط إلا جبأ بطلا وقول الآخر نبئتهم عذبوا بالنار جارهم وهل يعذب إلا الله بالنار وقول غيره فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشامها والحق أن ذلك كله ضرورة سوغها ظهور المعنى المراد ووضوحه وسهلها عدم الالتباس واعلم أنه متى وجب تقديم أحدهما وجب تأخير الآخر بالضرورة عنوان تقديم المفعول على الفعل والفاعل مان الصفحة العاشرة يجوز تقديم المفعول به على الفعل والفاعل مان في نحوي علي أكرمت وأكرمت علي ومنه قوله تعالى فريقا كذبتم وفريقا تقتلون ويجب تقديمه علينا في أربع مسائل واحد أن يكون اسم شرط كقوله تعالى من يدل لله فما له من هاد ونحو أيهم تكرم أكرم أو مضافة للاسم شرط نحو هدى من تتبع يتبع بنوك اثنان أن يكون اسم استفهام كقوله تعالى فأي آيات الله تنكرون ونحو من أكرمت وما فعلت وكم كتابا اشتريت أو مضافا لاسم استفهام نحو كتاب من أخذت وأجاز بعض العلماء تأخير اسم الاستفهام إذا لم يكن الاستفهام ابتداء بل قصد الاستفادة من الأمر كان يقال فعلت كذا وكذا فتستثبت الأمر بقولك فعلت ماذا وما قولهم ببعيد من الصواب ثلاثة أن يكون كم أو كأي الخبريتين نحو كم كتاب ملكت ونحو كأي من علم حوائي أو مضافا إلى كم الخبرية نحو ظنب كم مذنب غفرت أما كأي فلا تضاف ولا يضاف إليها وإنما واجب تقديم المفؤول به إن كان واحدا مما تقدم لأن هذه الأدوات لها صدر الكلام وجوبا فلا يجوز تأخيرها أربع أن ينصبه جواب أما وليس لجوابها منصوب مقدم غيره كقوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تمهر وإنما واجب تقديمه والحالة هذه ليكون فاصلا بين أما وجب بها فإن كان هناك فاصل غيره فلا يجب تقديمه نحو أما اليوم ففعل ما بدى لك عنوان تقديم أحد المفعولين على الآخر الصفحة الحادية عشرة إذا تعددت المفاعل في الكلام فلبعضها الأصالة في التقدم على بعض إما بكونه مبتدأ في الأصل كما في باب ظن وإما بكونه فاعلا في المعنى كما في باب أعطى فمفعول الظن وأخلاتها أصلهما مبتدأ من الخبر فإذا قلت علمت الله رحيما فالأصل الله رحيم ومفعول أعطى وأخلاتها ليس أصلهما مبتدأا وخبرا ويرأن المفعول الأول فاعل في المعنى فإذا قلت ألبست الفقير ثوبا فالفقير فاعل في المعنى لأنه لبثث ثوب فإن كان الفعل ناصبا لمفعولين فالأصل تقديم المفعول الأول لأن أصله المبتدأ في باب ظن ولأنه فاعل في المعنى في باب أعطى نحو ظننت البدر طالعا ونحو أعطيت سعيدا الكتاب ويجوز العكس إن أمن اللبس نحو ظننت طالعا البدر ونحو أعطيت الكتاب سعيدا ويجب تقديم أحدهما على الآخر في أربع مسائل واحد أن لا يؤمن اللبس فيجب تقديم ما حقه التقديم وما المفعول الأول نحو أعطيتك أخاك إن كان المخاطب هو المعطى الآخذ وأخوه هو المعطى المأخوذ ونحو ظننت سعيدا خالدا إن كان سعيد هو المظنون أنه خالد وإلا عكست اثنان أن يكون أحدهما اسما ظاهرا والآخر ضميرا فيجب تقديم ما هو ضمير وتأخير ما هو ظاهر نحو أعطيتك درهما والدرهما أعطيته سعيدا ثلاثة أن يكون أحدهما محصورا فيه الفعل فيجب تأخير المحصور سواء أكان المفعول الأول أم الثاني نحو ما أعطيت سعيدا إلا درهما وما أعطيت الدرهما إلا سعيد أربع أن يكون المفعول الأول مجتملا على ضمير يعود إلى المفعول الثاني فيجب تأخير الأول وتقديم الثاني نحو أعطي القوس باريها فلو قدم المفعول الأول لعارى الضمير على متأخر لفظا وردة لأن المفعول الثاني رتبته التأخير عن المفعول الأول أما إن كان المفعول الثاني مجتملا على ضمير يعود إلى المفعول الأول نحو أعطيت التلميذة كتابه فيجب تقديمه على المفعول الأول نحو أعطيت كتابه التلميذة لأن المفعول الأول وإن تأخر لفظا فهو متقدم ردة انتهى الشريط الثاني والعشرون وللكتاب بقي على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث والعشرون من الكتاب عنوان أربع المشبه بالمفعول به الصفحة الثانية عشر إن كان مفعول الصفة المشبهة معرفة فحقه الرح لأنه فاعل لها نحو علي حسن خلق غير أنهم إذا قصدوا المبالغة حولوا الإسناد عن فاعلها إلى ضمير يستطر فيها يعود إلى ما قبلها ونصبوا ما كان فائلا تشبيها له بالمفعول به فقالوا علي حسن خلقه بنصب الخلق على التشبيه بالمفعول به وليس مفعولا به لأن الصفة المشبهة قاصرة غير متعدية ولا تمييزا لأنه معرفة بالإضافة إلى الضمير والتمييز لا يكون إلا نكرا عنوان خمسة التحذير التحذير نصب الاسم بفعل محذوف يفيد التنبيه والتحذير ويقدر بما يناسب المقام كحذر وباعد وتجنب وقي وتوقع ونحوها وفائدته تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه ويكون التحذير طارة بلفظ إياك وفروعه من كل دمير منصوب متصل للخطاب نحو إياك والكذب إياك إياك والشر إياكما من النفاق إياكم الدلال إياكنا والرذيلة ويكون طارة بدونه نحو نفسك والشر الأسد الأسد وقد يكون بإياه وإيايا وفروعهما إذا عطف على المحذر كقوله فلا تصحب أخ الجهلي وإياك وإياه ونحو إيايا والشر ومنه قول أمر إيايا وأن يحذف أحدكم الأرض يريد أن يحذفها بسيف ونحوه وجعل الجمهور ذلك من الشذوذ ويجب في التحذير حذف العامل مع إياك في جميع استعمالاته ومع غيره إن كرر أو أطف عليه كمرعيد وإلا جاز ذكره وحذفه نحو الكسل نفسك الشر فيجوز في هذا أن تقول احذر أو توق كسل قي نفسك الشر أو أحذرك الشر وقد يرفع المكرر على أنه خبر لمبتدأ محذوف نحو الأسد الأسد أي هذا الأسد وقد يحذف المحذر منه بعد إياك وفروعه كما يدم على القرينة كأن يقال سأفعل كذا فتقول إياك أي إياك أن تفعله وما كان من التحذير بغير إياك وفروعه جاز فيه ذكر المحذر والمحذر منه معا نحو رجلك والحجر وجاز حذف المحذر وذكر المحذر منه وحده نحو الأسد الأسد ومنه قوله تعالى ناقط الله وسقياها عنوان ستة الإغراء الصفحة الخامسة عشرة الإغراء نصب الاسم بفعل محذوف يفيد الترغيب والتشويق والإغراء ويقدر بما يناسب المقام كالزم وطلب وفعل ونحوها وفائدته تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله نحو الاجتهاد الاجتهاد والصدق وكرم الخلق ويجب فيها هذا الباب حذف العامل إن كرر المغرى به أو عطف عليه فالأول نحو النجدة النجدة ومنه قول الشاعر أخاك أخاك إن من لا أخى له كساع إلى الهيجة بغير سلاحي وإن ابن عم المرء فعلا جناحه وهل يمهد البازي بغير جناحي والثاني نحو المروءة والنجدة ويجوز ذكر عامله وحذفه إن لم يكرر ولم يعطف عليه نحو الإقدام الخير ومنه الصلاة جامعة فإن أظهرت العامل فقلت إلزم الإقدام إفعل الخير أحضر الصلاة جاز وقد يرفع المكرر في الإغراء على أنه خبر لمبتدأ محذوف كقوله إن قوما منهم عمير وأشباه عمير ومنهم السفاح لجديرون بالوفاء إذا ما قال أخ النجدة السلاح السلاح عنوان سبعة الاختصاص الصفحة السادسة عشرة الاختصاص نصب الاسم بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أعني ولا يكون هذا الاسم إلا بعد دمير لديان مرادم وقصر الحكم الذي للدمير عليه نحو نحن العرب نكرم الضيفاء ويسمى الاسم المغتص فنحن مبتدأ وجملة نكرم الديفاء خبره والعرب منصور على الاختصاص بفعل محذوف تقديره أخص وجملة الفعل المحذوف معطربة بين المبتدأ وخبره وليس المراد الإخدار عن نحن بالعرب بل المراد أن إكرام الديف مختص بالعرب ومقصور عليهم فإن ذكر الاسم بعد الضمير للإخبار به عنه لا لبيان المراد منه فهو مرفوع لأنه يكون حين إذن خبرا للمبتدأ كأن تقول نحن المجتهدون أو نحن السابقون ومن النصب على الاختصاص قول الناس نحن الواضعين أسماء أنا أدناه نشهد بكذا وكذا فنحن مبتدأ خباره جملة مشهد والواضعين مفؤول به لفعل محذوف تقديره نخص أو نعني ويجب أن يكون معرفا بأن نحن نحن العرب أو فالناس بالعهود أو مضافا لمعرفة كحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورف ما تركناه صدق أو علما وهو قليل كقول الراجز بنا تميما يكشف الدباب أما المضاف إلى العلم فيكون على غير قلة كقوله نحن بني ضبة أصحاب الجمل ولا يكون مكرة ولا دمير ولا اسم إشارة ولا اسم موصول وأكثر الأسماء دخولا في هذا الباب بن فلان ومعشر مضافا وأهل البيت وآل فلان وأعلم أن الأكثر في المختص أن يلي دمير المتكلم كما رأيت وقد يلي دمير الخطاب نحو بك الله أرجو نجاح القصد وسبحانك الله العظيم ولا يكون بعد دمير غيبة وقد يكون الاختصاص بلفظ أيها وأيتها فيستعملان كما يستعملان في النداء فيبنيان على الضم ويكونان في محل نصب بأخص محذوفا وجوبا ويكون ما بعده مسمى محلا بأل لازم الرفع على أنه صفة للفظهما أو بدل منه أو عطف بيان له ولا يجوز نصبه على أنه تابع لمحلهما من الإعراب وذلك نحو أنا أفعل الخير أيها الرجل ونحن نفعل المعروف أيها القوم ومنه قولهم اللهم مغفر لنا أيها العصابة ويراد بجهوز النوع من الكلام الاختصاص وإن كان ظاهره النداء والمعنى أنا أفعل الخير مخصوصا من بين الرجال ونحن نفعل المعروفة مخصوصين من بين القوم والله مغفر لنا مخصوصين من بين العصائب ولم ترد الرجل إلا نفسك ولم يريدوا بالرجال والعصابة إلا أنفسهم وجملة أخص المقدرة بعد أيها وأيتها في محل نصب على الحال عنوان ثمانية الاشتغال الصفحة السابعة عشرة الاشتغال أن يتقدم اسم على عامل من حقه أن ينصبه لو لا اشتغاله عنه بالعمل في ضميره نحو خالد أكرمت فإذا قلت خالدا أكرمت فخالدا مفعول به لأكرم فإن قلت خالد أكرمت فخالد حقه أن يكون مفعولا به لأكرم أيضا لكن الفعل هنا اشتغل عن العمل في ضميره وهو الهاء وهذا هو معنى الاشتغال والأفضل في اسم المتقدم الرفع على الابتداء كما رأيت والجملة بعده خبره ويجوز نصبه نحو خالدا رأيته وناصبه فعل مقدر موجوبا فلا يجوز اظهاره ويقدر المحذوف من لفظ المذكور إلا أن يكون المذكور فعلا لازما متعديا بحرف الجر نحو العاجز أخذت بيده وبيروت مررت بها فيقدر من معنى فتقدير المحذوف رأيت في نحوي خالدا رأيته وتقديره أعمت أو ساعدت في نحوي العاجز أخذت بيده وتقديره جاوزت في نحوي بيروت مررت بها وقد يعرض للاسم المشتغل عنه ما يوجب نصبه أو رجحه وما يوجب رفعه أو رجحه فيجب نصبه إذا وقع بعد أدوات التحضيض والشرط والاستفهام غير الهمزة نحو هل الخير فعلته إن عليا لقيته فسلم علي هل خالدا أكرمته غير أن الاشتغال بعد أدوات الاستفهام والشرط لا يكون إلا في الشعر إلا أن تكون أدوات الشرط إن والفعل بعدها ماض أو إذا مطلقا نحو إذا عليا لقيته أو تلقاه فسلم علي وفي حكم إذا في جواز الاشتغال بعدها في النثر لو ولولا ويرجح نصبه في خمس صور واحد أن يقع بعد الاسم أمر نحو خالدا أكرمه وعليا ليكرمه سعيد أن يقع بعده نحو الكريم لا تهم ثلاثة أن يقع بعده فعل دعائي نحو اللهم أمري يسر وعملي لا تعسر وقد يقوم الدعاء بصورة الخبر نحو سليما غفر الله له وخالدا هداه الله فالكلام هنا خبري لفظ إنشائي دعائي معنى لأن المعنى اغفر اللهم لسليم واهد خالدا وإنما ترجح النصب في هذه الصور لأنك إن رفعت الاسم كان خبره جملة إنشائية طلبية والجملة الطلبية يدعف الإخبار بها أربعة أن يقع الاسم بعد همزة الاستفهام كقوله تعالى أبشر منا واحدا نتبع وإنما ترجح النصب بعدها لأن الغالب أن يليها فعل ونصب الاسم يوجب تقدير فعل بعدها خمسة أن يقع جوابا لمستفهم عنه منصوب كقولك علي أكرمته في جواب من قال من أكرمت وإنما ترجح النصب لأن الكلام في الحقيقة مبني على ما قبله من الاستفهام ويجب رفعه في ثلاثة موابع واحد أن يقع بعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا الجو يملأه الضباب وذلك لأن إذا هذه لم يولها العرب إلا مبتدعا كقوله تعالى ونزع يده فإذا هي بيضاء لما غرين أو خبرا كقوله سبحانه فإذا لهم مقرم في آياتنا فلو نصب الاسم بعدها لكان على تقدير فعل بعدها وهي لا تدخل على الأفعال اثنان أن يقع بعد لاو الحال نحو جئت والفرس يركبه أخوك ثلاثة أن يقع قبل أدوات الاستفهام أو الشرطي أو التحديد أو ما النافية أو لا من ابتداء أو ما التعجبية أو كم الخبرية أو إن وأخواتها نحو زهير هل أكرمته سعيد إن لقيته فأكرم خالد هل لا دعته الشر ما فعلته الخير لأنا أفعله الخلق الحسن مع أطيبة زهير كم أكرمته أسامة إني أحب فالاسم في ذلك كله مبتدأ والجملة بعده خبره وإنما لم يجز نصبه بفعل محذوف مفسر بالمذكور لأن ما بعد هذه الأدوات لا يعمل فيما قبلها وما لا يعمل لا يفسر عاملا ويرجح الرفع إذا لم يكن ما يوجب نصبه أو يرجحه أو يوجب رفعه نحو خالد أكرمته لأنه إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فتركه أو لا عنوان تسعة التنازع الصفحة العشرون التنازع أن يتوجه عاملان متقدمان أو أكثر إلى معمول واحد متأخر أو أكثر كقوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا آتوا فعل أمر يتعدى إلى مفعولين ومفعوله الأول هو الياء ضمير المتكلم وهو يطلب قطرا ليكون مفعوله الثاني وأفرغ فعل مضارع متعد إلى مفعول واحد وهو يطلب قطرا ليكون ذلك المفعول فأنت ترى أن قطرا قد تنازعه عاملان كلاهما يطلبه ليكون مفعولا به له لأن التقدير آتوني قطرا أفرغه عليه وهذا هو معمى التنازع ولك أن تعمل في اسم المذكور أي العاملين شئت فإن أعملت الثانية فلقربه وإن أعملت الأولى فلسقه فإن أعملت الأولى فواهر أعملت الثانية في دميره مرفوعا كان أم غيره نحو قام وقعد أخذاك اجتهد فأكرمته ما أخذاك وقف فسلمت عليه ما أخذاك أكرمت فسر أخويك أكرمت فشكر لي خالدا ومن النحات من أجاز حذفه إن كان غير دمير رفع لأنه فضله وعليه قول الشاعر بعقاف يُعش الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه وإن أعملت الثانية في الظاهر أعملت الأول في ضميره إن كان مرفوعا نحو قام وقعد أخذاك اجتهد فأكرمت أخويك وقف فسلمت على أخويك ومنه قول الشاعر جفوني ولم أجف الأخلاء إنني لغير جميل من خليلي مهمل وإن كان ضميره غير مرفوع حفسته نحو أكرمت فسر أخواك أكرمت فشكر لي خالد أكرمت وأكرمني سعيد مررت ومر بي علي ولو قال أكرمتهما فسر أخواك أكرمته فشكر لي خالد أكرمته وأكرمني سعيد مررت به ومر بي علي وأما قول الشاعر إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد وألغي أحاديث الوشاك فقلما يحاول واش غير هجران ذي ودي بإظهار الضمير المنصوب في ترضيه فضرورة لا يحسن ارتكابها عند الجمهور وكان حقه أن يقول إذا كنت ترضي ويرضيك صاحب وأجاز ذلك بعض محقق النحا وذهب الكسائي ومن تابعه إلى أنه إذا أعملت الثاني في الظاهر لم تدمر الفاعل في الأول بل يكون فاعله محذوفا لدلالة ما بعده عليه لأنه يجيز حذف الفاعل إذا دل عليه دليل فإذا قلت أكرمني فسرني زهير فإن جعلت زهيرا فاعلا لسر كان فاعل أكرم على رأي سيبويه والزمهور ضميرا مستترا يعود إليه وعلى رأي الكسائي ومن وافقه يكون فاعل أكرم محذوفا لدلالة ما بعده عليه ويههر أثر الخلاف في التثنية والجمع فعلى رأي رأي سيبويه يجب أن تقول إن أعملت الثانية أكرماني فسرني صديقايا وأكرموني فسرني أصدقائي وتقول على مذهب الكسائي ومن تابعه أكرمني فسرني صديقايا وأكرمني فسرني أصدقائي فيكون الاسم الظاهر فاعلا للثاني ويكون فاعل الأول محذوفا وما قاله الكسائي ليس ببعيد لأن العربة تستغني في كلامها عما يعلم لو حذف ولو كان عمدة ولهذا شواهد من كلامهم أما لو أعملت الأول في بسم الظاهر فيجب بالاتفاق الإضمار في الثاني نحو أكرمني فسراني صديقاي وأكرمني فسروني أصدقائي والذي دع الكسائي إلى ما ذهب إلي أنه لو لم يحذف الفاعل لوجب أن يكون ضميرا عائدا على لسم الظاهر المتأخر لفظا ورتبة وذلك قبيح وقال سيدوي إن عوض الضمير على المتأخر أهون من حذف الفاعل وهو عمدة والحق أن لكل وجها وأن الإضمار وتركه على حد سواء وقد ورد في كلامهم ما يؤيد ما ذهب إليه الفريقان فقول الشاعر جفوني ولم أجف الأخلاء شاهد لسيبوي وقول الآخر تعفق بالأرطى لها وأرادها رجال فبذت نبلهم وكليب شاهد للكسائي فهو لا يضمر في واحد من الفعلين ولو أضمر في الأول وأعمل الثاني لقال تعفقوا بالأرطى وأرادها رجال ولو أضمر في الثاني وأعمل الأول لقال تعفق بالأرطى وأرادوها رجال وأعلم أنه لا يقع التنازع إلا بين فعلين متصرفين أو اسمين يشبهانهما أو فعل متصرف واسم يشبه فالأول نحو جاءني وأكرمت خالدا والثاني كقول الشاعر عهدت مغيثا مغنيا من أجرته فلم أتخذ إلا فناء أكموا إلا والثالث كقوله تعالى ها أم قرأوا كتابيا ولا يقع بين حرفين ولا بين حرف وغيره ولا بين جامدين ولا بين جامد وغيره وقد يذكر الثاني لمجرد التقوية والتأكيد فلا عمل له وإنما العمل للأول ولا يكون الكلام حينئذ من باب التنازع كقول الشاعر فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصل وقول الآخر فأين فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي ولو كان من باب التنازع لقال أتوك أتاك اللاحقون بإعمال الثاني في الظاهر والإضمار في الأول أو أتاك أتوك اللاحقون بالإضمار في الأول وإعمال الثاني في الظاهر عنوان عشرة القول المتضمن معنى الظن الصفحة الرابعة والعشرون قد يتضمن القول معنى الظن فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظن وذلك بشرط أن يكون الفعل مدارعا للمخاطب مسبوقا باستفهام وأن لا يفصل بين الفعل والاستفهام بغير ظرف أو جر ومجرور أو معمول الفعل كقول الشاعر متى تقول القلؤ قل وصر واسما يحملن أم قاسم وقاسما ومثال الفصل بينهما بظرف زماني أو مكاني أيوم الخميس تقول علي مسافرا أو عند سعيد تقوله نازلا قال الشاعر أبعد بعد تقول الدار جامعة شملي بهم أم تقول البعد محتوما ومثال ما فصل فيه بينهما بالجار والمجرور أبالكلام تقول الأمة بالغة مجد آبائها الأولين ومثال الفصل بمعمول الفعل قول الشاعر أجهالا تقول بني لؤين لعمر أبيك أم متجاهلين فإن فقد شرط من هذه الشروط الأربع تعين الرفع عند عامة العرب إلا دني سليم فهم ينصبون بالقول مفعولين بلا شرط ولا يجب في القول المتدمن مع مظم المستوفي الشروط أن ينصب المفعولين بل يجوز رفعهما على أنهما مبتدأ وخبر كما كان وإن لم يتضمن القول مع مظم فهو متعد إلى واحد ومفعوله إما مفرد أي غير جملة وإما جملة محكية فالمفرد على نوعي مفرد في معنى الجملة نحو قلت شعرا أو خطبة أو قصيدة أو حديثا ومفرد يراد به مجرد اللفظ مثل رأيت رجلا يقولون له خليلا أي يسمونه بهذا لسمه وأما الجملة المحكية بالقول فتكون في موضع نصب على أنها مفعول نحو قلت لا إله إلا الله وهمزة إن تكسر بعد القول العري عن الظن وتفتح بعد القول المتضمن معناه كما سبق في مبحث إن انتهى الوجه الأول عنوان حادي عشر الإلغاء والتعليق في أفعال القلوب الصفحة الخامسة والعشرون الإلغاء إبطال عمل الفعل القلبي الناصب للمبتدأ والخبر لا لمانع فيعودان مرفوعين على الابتداء والخبرية مثل خالد كريم ظننت والإلغاء جائز في أفعال القلوب إذا لن تسبق مفعوليها فإن تصفت بينهما فإعمالها وإلغاءها سيان تقول خليلا ظننت مجتهدا وخليل ظننت مجتهدا وإن تأخرت عنهما جاز أن تعمل وإلغاءها أحسن تقول المطر نازل حسبت والشمس طالعة خلت فإن تقدمت مفعوليها فالفصيح الكثير إعمالها وعليه أكثر النحاة تقول رأيت الحق أبلج ويجوز ويجوز إهمالها على كلة وضعف وعليه بعض النحاة ومنه قول الشاعر أرجو وآمل أن تدن مددتها وما إخال لدينا منك تنويل وقول الآخر كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب والتعليق إبطال عمل الفعل القلبي لفظا لا محلا لمانع فتكون الجملة بعده في موضع نصب على أنها سادة مسد مفعولي مثل علمت لخالد شجاع فيجب تعليق الفعل إذا كان هناك مانع من إعماله وذلك إذا وقع بعده أحد أربعة أشياء واحد ما وإن ولا النافيات نحو علمت ما زهير كسولا وظمنت إن فاطمة مهملة وخلت لا رجل سوء موجود وحسبت لا أسامة بطيء ولا سعاد قال تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون إثنان لام الابتداء مثل علمت لأخوك مجتهد وعلمت إن أخاك لمجتهد قال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ثلاثة لام القسم كقول الشاعر وَلَقَدْ عَلِمْتُ لَتَأْتِيَنَّ مَنِيَتِي أَمْ بِلِاسْمِ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا وقوله لَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وسواء أكان الاستشهام مبتدأا كما في هذه الآيات أم خبرا مثل علمت متى السفر أم مضافا إلى المبتدأ مثل علمت فرس أيهم سابق أم إلى الخبر مثل علمت ابن من هذا وقد يعلق الفعل المتعدي من غير هذه الأفعال عن العمل كقوله تعالى فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا وقوله وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّهُ وقد اختص ما وتصرف من أفعال القلوب بالإلغاء والتعليق فلا يكونان في هب وتعلم لأنهما جامدا وقد علمت أن الإلغاء جائز عند وجود سببه وأن الملغاء لا عمل له البتتا وأن المعلق إن لم يعمل لفهم فهو يعمل النصب في محل الجملة فاجوز العطف بالنصب على محلها فتقول علمت لخالد شجاع وسعيدا كريما بالعطف على محل خالد شجاع لأنهما مفعولان للفعل المعلق عن نصبهما بلام الابتداء ويجوز رفعهما بالعطف على اللفظ قال الشاعر وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولتي يروى بنصب موجعات عطفا على محل ما البكاء ويجوز الرفع عطفا على البكاء والجملة بعد الفعل المعلق عن العمل في موضع نصب على المفعولية وهي سادة مسد المفعولين إن كان يتعدى إلى اثنين ولم ينصب الأول فإن نصبه سدت مسد الثاني مثل علمتك أي رجل أنت وإن كان يتعدى إلى واحد سدت مسده مثل لا تأتي أمرا لم تعرف ما هو وإن كان يتعدي بحرف الجر سقط حرف الجر وكانت الجملة منصوبة محلا بإسقاط الجر وهو ما يسمونه المصب على نزع الخافض مثل فكرت أصحيح هذا أم لا لأن فكر يتعدى بفي تقول فكرت في الأمر عنوان اثنان المفعول المطلق الصفحة التاسعة والعشرون المفعول المطلق مصدر يذكر بعد فعل من لفظه تأكيدا لمعناه أو بيانا لعدده أو بيانا لنوعه أو بدلا من التلفظ بفعله فالأول نحو وكلم الله موسى تكليما والثاني نحو وقفت وقفتين والثالث نحو سرت سير العقلاء والرابع نحو صبرا على الشدائد واعلم أن ما يذكر بدلا من فعله لا يراد به تأكيد ولا بيان عدد أو نوع وفي هذا المبحث ستة مباحث واحد المصدر المبهم والمصدر المختص المصدر نوعان مبهم ومختص فالمبهم ما يساوي معنى فعله من غير زيادة ولا نقصان وإنما يذكر لمجرد التأكيد نحو قمت قياما ودرت للص دربا أو بدلا من التلفظ بفعله نحو إمانا لا كفرا ونحو سمعا وطاعة إذ المعنى آمن ولا تكفر وأسمع وأطيع ومن ثم لا يجوز تثنيته ولا جمعه لأن المؤكد بمنزلة تكرير الفعل والبدل من فعله بمنزلة الفعل نفسه فأومل معاملته في عدم التثنية والجمع والمختص ما زاد على فعله بإفادته نوعا أو عددا نحو سرت سير العقلاء وضربت اللص دربتين أو ضربات والمفيد عددا يثنى ويجمع بلا خلاف وأما المفيد نوعا فالحق أنه يثنى ويجمع قياسا على ما سمع منه كالعقول والألباب والحلوم وغيرها فيصح أن يقال قمت قيامين وأنت تريد نوعين من القيام ويختص المصدر بأل العهدية نحو قمت القيامة أي القيامة الذي تعهد وبأل الجنسية نحو جلست الجلوسة تريد الجنس والتنكير وبنصفه نحو سعيت في حاجتك سعيا عظيما وبإضافته نحو سرت سير الصالحين عنوان اثنان المصدر المتصرف والمصدر غير المتصرف الصفحة الثلاثون المصدر المتصرف ما يجوز أن يكون منصوبا على المصدرية وأن ينصرف عنها إلى وقوعه فاعلا أو نائب فاعل أو متدأا أو خبرا أو مفعولا به أو غير ذلك وهو جميع المصادر إلا قليلا جدا منها وهو ما سيذكر وغير المتصرف ما يلازم النصب على المصدرية أي المفعولية المطلقة لا ينصرف عنها إلى غيرها من مواقع الإعراب وذلك نحو سبحان ومعاذ ولبيك وسعديك وحنانيك ودواليك وحذاريك وسيأتي الكلام على هذه المصادر عنوان ثلاثة النائب عن المصدر الصفحة الحادية والثلاثون ينوب عن المصدر فيعطى حكمه في كونه منصوبا على أنه مفعول مطلق اثنى عشر شيئا واحد اسم المصدر نحو أعطيتك عطاءا واغتسلت غسلا وكلمتك كلاما وسلمت سلاما اثنان صفته نحو سرت أحسن السير واذكر الله كثيرا ثلاثة ضميره العائد إليه نحو اجتهدت اجتهادا لم يجتهده غيري ومنه قوله تعالى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين أربعة أرادفه بأن يكون من غير لفظه مع تقارب المعنى نحو شنئت الكسلان بغضا شنئت الكسلان بغضا وقمت وقوفا وردته إذلالا وأعجبني الشيء حبا وقال الشاعر يعجبه السخون والبرود والطمر حبا ما له مزيد خمسة مصدر يلاقيه في الاشتقاق كقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا وقوله تبتل إليه تبتيلا ستة ما يدل على نوعه نحو رجع القهقراء وقعد القرفصاء وجلسا الاحتباء واجتمل الصماء سبعة ما يدل على عدده نحو أنظرتك ثلاثا ومنه قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما ثمانين جلدا ثمانية ما يدل على آلته التي يكون بها نحو ضربت اللصة صوتا أو عصا ورشقت العدو سهما أو رصاصة أو قذيفة وهو يطرد في جميع أسماء آلات الفعل فلو قلت ضربته خشبة أو رميته كرسيا لم يجز لأنهما لم يعهد للضرب والرمي تسعة ما وأي الاستفاميتان نحو ما أكرمت خالدا وأي عيش تعيش ومنه قوله تعالى وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ فَلَمُوا أَيَّ مُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عشرة ما ومهما وأي الشرقيات نحو ما تجلس أجلس ومهما تقف أقف وأي سير تسر أسر حادي عشر لفظ كل وبعض وأي الكمالية مضافات إلى المصدر نحو فلا تميل كل الميل وسعيت بعض السعي واجتهدت أي اجتهاد وهذا في الحقيقة من صفة المصدر النائبة عنه لأن التقدير فلا تميل ميلا كل الميل وسعيت سعيا بعض السعي واجتهدت اجتهادا أي اجتهاد وسميت أي هذه بالكمالية لأنها تدل على معنى الكمال وهي إذا وقعت بعد النكرة كانت صفة لها نحو خالد رجل أي رجل أي هو كامل في صفات الرجال وإذا وقعت بعد المعرفة كانت حالا منها نحو ميرط بعبد الله أي رجل ولا تستعمل إلا مضافة وتطابق موصوفها في التذكير والتأنيث تشبيها لها بالصفات المشتقات ولا تطابقه في غيرهما ثاني عشر اسم الإشارة مشارا به إلى المصدر سواء أتبع بالمصدر نحو قلت ذلك القول أم لا كان يقال هل اجتهدت اجتهادا حسنا فتقول اجتهدت ذلك عنوان أربعة عامل المفعول المطلق الصفحة الثالثة والثلاثون يعمل في المفعول المطلقي أحد ثلاثة عامل الفعل التام المتصرف نحو أتقن عملك إتقانا وصفة المشتقة منه نحو رأيته مسرعا إسراعا عظيما ومصدره نحو فرحت بجتهادك اجتهادا حسنا ومنه قوله تعالى إن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا عنوان خمسة أحكام المفعول المطلق الصفحة الثالثة والثلاثون للمفعول المطلق ثلاثة أحكام واحد أنه يجب نصبه اثنان أنه يجب أن يقع بعد العامل إن كان للتأكيد فإن كان للنوع أو للعدد جاز أن يذكر بعده أو قبله إلا إن كان استفهاما أو شرطا فيجب تقدمه على عامله كما رأيت في أمثلتهم التي تقدمت وذلك لأن لأسماء الاستفهام والشرط صدر الكلام ثلاثة أنه يجوز أن يحذف عامله إن كان نوعيا أو عدديا لقرينة دالة عليه تقول ما جلست فيقال في الجواب بلى جلوسا طويلا أو جلستين ويقال إنك لا تعتني بعملك فتقول بلى اعتناءا عظيما ويقال أي سير سرت فتقول سير الصالحين وتقول لمن تأهد للحج حجا مبرورا ولمن قدم من سفر قدوما مباركا وخير مقدم ولمن يعد ولا يفي مواعيد أرقوب ومن ذلك قولهم غضب الخيل على اللجم وأما المصدر المؤكد فلا يجوذ حرف عامله على الأصحي من مذاهب النحاة لأنه إنما جئ به للتقوية والتأكيد وحرف عامله ينافي هذا الغرب وما جئ به من المصادر نائما عن فعله أي بدلا من ذكر فعله لن يجز ذكر عامله بل يحذف وجودا نحو سقيا لك ورعيا صبرا على الشدائد أتوانيا وقد جد قرناءك حمدا وشكرا لا كفرا عجبا لك ويل الظالمين تبا للخائنين ويحك أنت صديقي حقا قال الشاعر فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع عنوان ستة المصدر النائب عن فعله الصفحة الخامسة والثلاثون المصدر النائب عن فعله ما يذكر بدلا من التلفظ بفعله وهو على سبعة أنواع واحد مصدر يقع موقع الأمر نحو صبرا على الأذى في المجد ونحو بلها الشر وبلها الشر وبلها مصدر مطروق الفعل وهو منصوب على المصدرية بفعله المهمل أو بفعل من معناه تقديره أترك وهو إما أن يستعمل مضعفا أو منونا كما رأيت وأكثر ما يستعمل اسم فعل أمر بمعنى اترك اثنان مصدر يقع موقع النهي نحو اجتهادا لا كسلا جدا لا طوانيا مهلا لا عزلة سكوتا لا كلاما صبرا لا جزعا وهو لا يقع إلا تابعا لمصدر يراد به الأمر كما رأيت ثلاثة مصدر يقع موقع الدعاء نحو سقيا لك ورعيا تعسا للخائن بعدا للظالم سحقا لللئيم جدعا للخبيث رحمة للبائس عذابا للكاذب شقاءا للمهمل بؤسا للكسلان خيبةا للفاسق تبا للواشي نكسا للمتكبر ومن أسيبويه أن يقاس على ما ورد من هذه الألفاظ وأجاز الأخفش القياس عليها وهو ما يظهر أنه الحق ولا تستعمل هذه المصادر مدافة إلا في قبيح الكلام فإن أضفتها فالنصب حتم واجب نحو بعد الظالم وسحقه ولا يجوز الرفع لأن المرفوع يكون حينئذ مبتبأا ولا خبر له وإن لم تضفها فلك أن تنصبها ولك أن ترفعها على الابتداء نحو عذابا له وعذاب له والنصب أولى وما عرف منها بأل فالأفضل فيه الرفع على الابتداء نحو الخيبة للمفسد ومما يستعمل للدعاء مصادر قد أهملت أفعالها في الاستعمال وهي ويله وويبه وويحه وويسه وهي منصوبة بشعلها المهمل أو بشعل من معناها ويله وويبه كلمة تهديد تقالان عند الشتم والتوبيخ وويحه وويسه كلمة رحمة تقالان عند الإنكار الذي لا يراد به توبيخ ولا شتم وإنما يراد به التنبيه على الخطأ ثم كثرت هذه الألفاظ في الاستعمال حتى صارت كالتعجب يقولها الإنسان لمن يحب ولمن يبغب ومتى أضفتها لزمت النصب ولا يجوز فيها الرفع لأن المرفوع يكون حينئذ مبتدأاً ولا خبر له وإن لم تضفها فلك أن ترفعها ولك أن تنصبها نحو ويل له وويح له وويلاً له وويحاً له والرفع أولى أربعة مصدر يقع بعد الاستفهام موقع التوبيخ أو التعجب أو التوجع فالأول نحو أجرأة على المعاصي والثاني كقول الشاعر أشوقاً وَلَمَّا يَمْضِلِي غَيْرُ لَيْلَةٍ فَكَيْفَ إِذَا خَبَّ الْمَطِيُّ بِنَا عَشْرًا والثالث كقول الآخر أَسِجْنًا وَقَتْلًا وَاشْتِيَاقًا وَعِرْبَةً وَنَأْيَ حَبِيبٍ إِنَّ ذَا لَعَظِيمُ وَقَدْ يَكُونُ الْاَسْتِفْحَامُ مُقَدَّرًا كَقَوْلِهِ خُمُولًا وَإِهْمَالًا وَغَيْرُكَ مُولَعٌ بِتَثْبِيْتِ أَرْكَانِ السِّيَادَةِ وَالْمَجْدِ أي أَخُمُولًا وهو هنا للتوبيخ خمسة مصادر مسموعة كثر استعمالها وذلت القرائن على عاملها حتى صارت كالأمثال نحو سمعاً وطاعةً حمداً لله وشكراً عجباً عجباً لك ويقال أتفعل هذا؟ فتقول أفعله وكرامةً ومسرة أو لا أفعله ولا كيداً ولا همّا ولا أفعلنه ورغماً وهواناً وإذا أفرت حمداً وشكراً جاز إظهار الفعل نحو أحمد الله حمداً وأشكر الله شكراً أما لا كفراً فلا يستعمل إلا مع حمداً وشكراً ومن هذه المصادر سبحان الله ومعاذ الله ومعنى سبحان الله تنزيهاً لله ودراءةً لله مما لا يليق به ومعنى معاذ الله عياذاً بالله أي أعوذ بالله ولا يستعملان إلا مضافين ومنها حجراً بكثر الحاء وسكون الجيم يقال للرجل أتفعل هذا فيقول حجراً أي منعاً بمعنى أمنع نفسي منه وأبعده وأبرأ منه وهو في معنى التعوذ ويقولون عند هجوم مكروه حجراً محجوراً أي منعاً ممنوعاً والوصف للتأكيد وتقول لمن أراد أن يخوض فيما لا يجوز الخوض فيه أو أراد أن يأتي ما لا يحل حجراً محجوراً أي حراماً محرماً ومنها مصادر سمعت مثنات النحو لبيك وسعديك وحنانيك ودواليك وحذاريك وهي مثنات تثنية يراد بها التكثير لا حقيقة التثنية ولبيك وسعديك يستعملان في إجابة الداعي أي إجابة بعد إجابة وإسعاداً بعد إسعاد أي كلما دعوتني أجبتك وأسعدتك ولا يستعمل سعديك إلا تابعاً للبيك وأجوز أن يستعمل لبيك وحده وحنانيك معناه تحنناً بعد تحنن ومعنى قولهم سبحان الله وحنانيه أسبحه وأسترحمه ودواليك معناه مداولة بعد مداولة وحذاريك معناه حذراً بعد حذر ستة المصدر الواقع تفصيلاً لمجمل قبله وتبييناً لعاقبته ونتيجته كقوله تعالى فشد الوثاق فإما مناً بعد وإما فداء وكقول الشاعر لأجهدنا فإما درء مفسدة تخشى وإما بلوغ السبل والأمل سبعة المصدر المؤكد لمضمون الجملة قبله سواء أجيئ به لمجرد التأكيد أي لا لدفع احتمال المجاز بسبب أن الكلام لا يحتمل غير الحقيقة نحو لك علي الوفاء بالعهد حقاً أم للتأكيد الدافع إرادة المجاز نحوه هو أخي حقاً فإن قولك هو أخي يحتمل أنك أردت الأخوة المجازية وقولك حقاً رفع هذا الاحتمال ومن المصدر المؤكد لمضمون الجملة قولهم لا أفعله بتاً وبتاتاً وبتتاً والبتتاً ويجوز في همزة البتتا القطع والوصلة والثاني هو القياس لأنها همزة وصلة واشتقاق ذلك من البتت وهو القطع المستقصل لأن من يقول ذلك يقطع بعدم الفعل ويستعمل من كل أمر يمضي لا رجعة فيه ولا التواء فكل ما تقدم من هذه المصادر النائبة عن أفعالها يجب فيه حرف العامل كما رأيت ولا يجوز ذكره لأنها إنما جئ بها لتكون بدلاً من أفعالها انتهى الشريط الثالث والعشرون وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالاً وهذا هو الشريط الرابع والعشرون من الكتاب وأعلم أن ليس المصدر الذي يؤتى به بدلاً من التلفه بفعله من المصادر المؤكدة كما زعم جمهور من النحان وإنما هو ضرب آخر من المصادر كما علمت ولو كان مؤكداً لم يجز حرف عامله لأنه إنما أتي به ليؤكد عامله ويقويه فحضف العامل بعد ذلك ينافي ما جئ بالمصدر لأجله ولو كان مؤكداً لجاز ذكر العامل معه ولم يقل بذلك أحد منهم مع إجماعهم على أنه يجوز ذكر العامل ومصدره المؤكد له معاً نحو يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً عنوان ثلاثة المفعول له الصفحة الأربعون المفعول له ويسمى المفعول لأجله والمفعول من أجله هو مصدر قلبي يذكر علة لحدث شاركه في الزمان والفاعل نحو رغبة من قولك اغتربت رغبة في العلم فالرغبة مصدر قلبي دين العلة التي من أجلها اغتربت فإن سبب الاغتراب هو الرغبة في العلم وقد شارك الحدث وهو اغتربت المصدر وهو رغبة في الزمان والفاعل فإن زمانهما واحد وهو الماضي وفاعلهما واحد وهو المتكلم والمراد بالمصدر القلبي ما كان مصدرا لفعل من الأفعال التي منشأها الحواس الباطنة كالتعظيم والإجلال والتحقير والخشية والخوف والجرأة والرغبة والرهبة والحياء والوقاحة والشفقة والعلم والجهل ونحوها ويقابل أفعال الجواره أي الحواس الظاهرة وما يتصل بها كالقراءة والكتابة والقعود والقيام والوقوف والجلوس والمشي والنوم واليقظة ونحوها وفي هذا المبحث مبحثان واحد شروط نصب المفعول لأجله عرفت مما عرفنا به المفعول لأجله أنه يشترط فيه خمسة شروط فإن فقد شرط منها لم يجز نصبه فليس كل ما يذكر بيانا لسبب حدوث الفعل ينصب على أنه مفعول له وهكى تفصيل شروط نصبه واحد أن يكون مصدرا فإن كان غير مصدر لم يجز نصبه كقوله تعالى والأرض يضعها للأنام اثنان أن يكون المصدر قلبي أي من أفعال النفس الباطنة فإن كان المصدر غير قلبي لن يجز نصبه نحو جئت للقراءة ثلاثة وأربعة أن يكون المصدر القلبي متحدا مع الفعل في الزمان وفي الفاعل أن يجب أن يكون زمان الفعل وزمان المصدر واحدا وفاعلهما واحدا فإن اختلف زمانا أو فعلا لم يجز نصب المصدر فالأول نحو صافرت للعلم فإن زمان السفر ماض وزمان العلم مستقبل والثاني نحو أحببتك لتعظيمك العلم إذ إن فاعل المحبة هو المتكلم وفاعل التعظيم هو المخاطب ومعنى اتحادهما في الزمان أن يقع الفعل في بعض زمان المصدر كجئت حبا للعلم أو يكون أول زمان الحدث آخر زمان المصدر كأمسكته خوفا من فراره أو بالعكس كأدبته إصلاحا له خمسة أن يكون هذا المصدر القلبي المتحد مع الفعل في الزمان والفاعل علة لحصول الفعل بحيث يصح أن يقع جوابا لقولك لما فعلت فإن قلت جئت رغبة في العلم فقولك رغبة في العلم بمنزلة جواب لقول قائل لما جئت فإن لم يذكر بيانا لسبب حدوث الفعل لم يكن مفعولا لأجله بل يكون كما يطلبه العامل الذي يتعلق به فيكون مفعولا مطلقا في نحو عظمت العلماء تعظيما ومفعولا به في نحو علمت الجبن معرة ومبتدعا في نحو البخلداء وخبرا في نحو أدوى الأدواء الجهل ومزرورا به في نحو أي داء أدوى من البخل وهلما جرا ومثال ما اجتمعت فيه الشروط قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم فإن فقد شرط من هذه الشروط وجد جر المصدر بحرف جر يفيد التعليل كاللام ومن وفي فاللام نحو جئت للكتابة ومن كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وفي كحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض عنوان اثنان أحكام المفعول له الصفحة الثالثة والأربعون للمفعول من أجله ثلاثة أحكام واحد أنه ينصب إذا استوفى شروط نصبه على أنه مفعول لأجله صريحة وإن ذكر للتعليل ولم يستوفي الشروط جر بحرف الجر المفيد للتعليل كما تقدم واعتبر أنه في محل نصب على أنه مفعول لأجله غير صريح وقد اجتمع المنصوبان الصريح وغير الصريح في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت وفي قول الشاعر يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم فقوله تعالى من الصواعق في موضى نصب على أنه مفعول لأجله غير صريح وقوله حذر مفعول لأجله صريح وقول الشاعر حياء مفعول لأجله صريح وقوله من مهابته في محل نصب على أنه مفعول له غير صريح ونائب فاعل يغضى دمير مستتر يعود على مصدره المقدر والتقدير يغضى الإغضاء ولا يجوز أن يكون من مهابته في موضع نائب الفاعل لأن المفعول له لا يقام مقام الفاعل لألا تزول دلالته على العلة وقد عرفت في مبحث نائب الفاعل في الجزء الثاني أن المجرور بحرف الجر لا ينوب عن الفاعل إن جر بحرف جر يفيد التعليل اثنان يجوز تقديم المفعول لأجله على عامله سواء أن نصب أن جر بحرف الجر نحو رغبة في العلم اتيت والاتجارة سافرت ثلاثة لا يجب نصب المصدر المستوفي شروط نصبه بل يجوز نصبه وجره وهو في ذلك على ثلاث صور واحد أن يتجرد من ألوى الإضافة فالأكثر نصبه نحو وقف الناس احتراما للعالم وقد يجر على قلة كقوله من أمكم لرغبة فيكم جبر ومن تكون ماصريه ينتصر اثنان أن يقترن بأل فالأكثر جره بحرف الجر نحو سافرت للرغبة في العلم وقد ينصب على قلة كقوله لا أقعد الجبن عن الهيجائي ولو توالت زمر الأعدائي ثلاثة أن يضاف فالأمران سواء مصبه وجره بحرف الجر تقول تركت المنكر خشية الله أو لخشية الله أو من خشية الله ومن النصب قوله تعالى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وقول الشاعر وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما ومن الجر قوله سبحانه وإن منها لما يهبط من خشية الله عنوان أربعة المفعول فيه وهو المسمى ظرفا الصفحة الرابعة والأربعون المفعول فيه ويسمى ظرفا هو اسم ينتصب على تقدير فيه يذكر لديان زمان الفعل أو مكان أما إذا لم يكن على تقدير فيه فلا يكون ظرفا بل يكون كسائر الأسماء على حسب ما يقلبه العامل فيكون مبتدأا وخبرا نحو يومنا يوم سعيد وفاعلا نحو جاء يوم الجمعة ومفعولا نحو لا تضيع أيام شبابك ويكون غير ذلك وسيأتي بيانه وظرف في الأصل ما كان وعاءا لشيء وتسمى الأواني ظروفا لأنها أوعية لما يجعل فيها وسميت الأزمنة والأمكنة ظروفا لأن الأفعال تحصل فيها فصارت كالأوعية لها وهي قسمان ظرف زمان وظرف مكان فظرف الزمان ما يدل على وقت وقع فيه الحدث نحو سافرت ليلا وظرف المكان ما يدل على مكان وقع فيه الحدث نحو وقفت تحت علم العلم والظرف سواء أكان زمانيا أم مكانيا إما مبهم أو محدود ويقال للمحدود الموقت والمختص أيضا وإما متصرف أو غير متصرف وفي هذا الباب ثمانية مباحث 1- الظرف المبهم والظرف المحدود الصفحة الخامسة والأربعون المبهم من ظروف الزمان ما يدل على قدر من الزمان غير معين نحو أبد وأمد وحين ووقت وزمان والمحدود منها أي الموقت أو المختص ما يدل على وقت مقدر معين محدود نحو ساعة ويوم وليلة وأسبوع وشهر وسنة وعام والمبهم من ظروف المكان ما يدل على مكان غير معين أي ليس له صورة تبرك بالحس فاهر ولا حدود تصور كالجهات الست وهي أمام ومثلها قدام ووراء ومثلها خلف ويمين ويسار ومثلها شمال وفوق وتحت وكأسماء المقادير المكانية كميل وفرسخ وبريد وقصبة وكيلو متر ونحوها وكجانب ومكان وناحية ونحوها ومن المبهم ما يكون مبهم المكان والمسافة معا كالجهات الست وجانب وجهة وناحية ومنه ما يكون مبهم المكان معين المسافة كأسماء المقادير فهي شبيهة بالمبهم من جهة أنها ليست أشياء معينة في الواقع ومحدودة من حيث إنها معينة المقدار فمكان الجهات الست غير معين لعدم لزومها بقعة بخصوصها لأنها أمور اعتبارية أي باعتبار الكائن في المكان فقد يكون خلفك أماما لغيرك وقد تتحول فينعكس الأمر وهكذا مقدارها أي نسافتها ليس له أمد معلوم فخلفك مثلا اسم لما وراء ظهرك إلى ما لا نهاية أما أسماء المقادير فهي وإن كانت معلومة المسافة والمقدار لا تلزم بقعة بعينها فإبهامها من جهة أنها لا تختص بمكان معين والمختص منها أو المحدود ما دل على مكان معين أي له صورة محدودة محصورة كدار ومدرسة ومكتب ومسجد وبلد ومنه أسماء البلاد والقرى والجبال والأنهار والبحار عنوان اثنان الظرف المتصرف والظرف غير المتصرف الصفحة السادسة والأربعون الظرف المتصرف ما يستأمل ظرفا وغير ظرف فهو يفارق الظرفية إلى حالة لا تشبهها كأن يستعمل مبتدعا أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا به أو نحو ذلك نحو شهر ويوم وسنة وليل ونحوها فمثالها ظرفا سرت يوما أو شهرا أو سنة أو ليلا ومثالها غير ظرف السنة اثنى عشر شهرا والشهر ثلاثون يوما والليل طويل وسرني يوم قدومك وانتظرت ساعة لقائك ويوم الجمعة يوم مبارك والظرف غير المتصرف نوعان النوع الأول ما يلازم النصب على الظرفية أبدا فلا يستعمل إلا ظرفا منصوبا نحو قط وعود وبينها وبينما وإها وأيانا وأن وذا صباح وذات ليلة ومنه ما ركب من الظروف كصباح مساء وليل ليلة النوع الثاني ما يلزم النصب على الظرفية أو الجر بمن أو إلى أو حتى أو من أو منذ نحو قبل وبعد وفوق وتحت ولد وعند ومتى وأين وهنا وثم وحيث والآن وتجر قبل وبعد بمن من حروف الجر وتجر فوق وتحت بمن وإلى وتجر لدى ولد وعند بمن وتجر متى بإلى وحتى وتجر أين وهنا وثم وحيث بمن وإلى وقد تجر حيث بشي أيضا وتجر الآن بمن وإلى ومنذ ومنذ وسيأتي شرح ذلك عنوان ثلاثة نصب الظرف الصفحة السابعة والأربعون ينصب الظرف الزماني مطلقا سواء أكان مبهما أم محدودا أي مختصا نحو سرت حينا وسافرت ليلة على شرط أن يتضمن معنا فيه فإن لم يتضمن معناها نحو جاء يوم الخميس ويوم الجمعة يوم مبارك وأحترم ليلة القدر واجب أن تكون على حسب العوامل ولا ينصب من ظروف المكان إلا شيئان ما كان منها مبهما أو شبهه متدمنا معنا فيه فالأول نحو وقفت أمام المنبر والثاني نحو سرت فرسخا فإن لم يتضمن معناها نحو الميل ثلث الفرسخ والكيلو متر ألف متر واجب أن يكون على حسب العوامل اثنان ما كان منها مشتقا سواء أكان مبهما أم محدودا على شرقي أن ينصب بفعله المشتقم نحو جلست مجلس أهل الفضل وذهبت مذهب ذوي العقل فإن كان من غيري ما اشتق منه آملك واجب جره نحو أقمت في مجلسك وسرت في مذهبك وأما قولهم هو مني مقعد القابلة وفلان مزجر الكلب وهذا الأمر منات الثريا فسماعي لا يقاس عليه والتقدير مستقر مقعد القابلة ومزجر الكلب ومنات الثريا فمقعد ومزجر ومنات منصوبات بمستقر وهن غير مشتقات منه فكان نصبهن بعامل من غير مادة اشتقاقهن شاذا وما كان منظرو في المكان محدودا غير مشتق لم يجز نصبه بل يجب جره فيه نحو جلست في الدار وأقنت في البلد وصليت في المسجد إلا إذا وقع بعد دخل ونزل وسكن أو ما يشتق منها فيجوز نصبه نحو دخلت المدينة ونزلت البلد وسكنت الشام وبعض النحاة ينصب مثل هذا على الظرفية والمحققون ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض لا على الظرفية فهو منتصب انتصاب المفعول به على الساعة بإجراء الفعل اللازم مجرى المتعد وذلك لأن ما يجوز نصبه من الظروف غير المشتقة ينصب بكل فعل ومثل هذا لا ينصب إلا بعوامل خاصة فلا يقال نمت الدار ولا صليت المسجد ولا أقمت البلد كما يقال نمت عندك وصليت أمام المنبر وأقمت يمين الصف عنوان أربعة ماسب الظرف أي العامل فيه الصفحة التاسعة والأربعون نصب الظرف أي العامل فيه النصب هو الحدث الواطع فيه من فعل أو شبهه وهو إما ظاهر نحو جلست أمام المنبر وصنت يوم الخميس وأنا واقف لديك وخالد مساحر يوم السبت وإما مقدر جوازا نحو فرسخيني جوابا لمن قال لك كم سرتا ونحو ساعتين لمن قال لك كم مشيتا وإما مقدر وجوبا نحو أنا عندك والتقدير أنا كائن عندك عنوان خمسة متعلق الظرف كل ما نصب من الظروف يحتاج إلى ما يتعلق به من فعل أو شبهه كما يحتاج حرف الجر إلى ذلك ومتعلقه إما مذكور نحو غبت شهرا وجلست تحت الشجرة وإما محذوف جوازا أو جوبان فيحظف جوازا إن كان كونا خاصا ودل عليه دليل نحو عند العلماء في جواب من قال أين أجلس ويحظف وجوبا في ثلاث مسائل واحد أن يكون كونا عاما يصلح لأن يراد به كل حدث كموجود وكائن وحاصل ويكون المتعلق المقدر إما خبر نحو العصفور فوق العصف والجنة تحت أقدام الأمهات وإما صفة نحو مررت برجل عند المدرسة وإما حالا نحو رأيت الهلال بين السحاب وإما صلة للمنصول نحو حضر من عنده الخبر اليقين غير أن متعلق الصلة يجب أن يقدر فعلا كحصل ويحصل وكان ويكون ويوجد ويوجد لوجوب كونها جملة اثنان أن يكون الظرف منصوبا على الاشتغال بأن يشتغل عنه العامل المتأخر بالعمل في ضميره نحو يوم الخميس صمت فيه ووقت الفجر سافرت فيه فيوم ووقت منصوبان على الظرفية بفعل محذوف لاشتغال الفعل المذكور عن العمل فيهما بالعمل في ضميرهما والفعل المحذوف مقدر من لفظ الفعل المذكور غير أنه يجوز التصريح به كما علمت في باب الاشتغال ثلاثة أن يكون المتعلق مسموعا بالحنف فلا يجوز ذكره كقولهم حينئذ الآن أي كان ذلك حينئذ فاسمع الآن فحينئذ والآن منصوب كل منهما بفعل محذوف وجوبا لأنه سمع هكذا محذوفا وهذا كلام يقال لمن ذكر أمرا قد تقادم زمانه لينصرف عنه إلى ما يعنيه الآن أنوان نائب الظرف الصفحة الخمسون ينوب عن الظرف فينصب على أنه مفعول فيه أحد ستة أشياء واحد المداف إلى الظرف مما دل على كلية أو بعضية نحو مشيت كل النهار أو كل الفرسخ أو جميعهما أو عامتهما أو بعضهما أو نصفهما أو ربعهما اثنان صفته نحو وقفت طويلا من الوقت وجلست شرقي الدار ثلاثة اسم الإشارة نحو مشيت هذا اليوم مشيا متعبا وانتبذت تلك الناحية أربا العدد المميز بالظرف أو المداف إلي نحو سافرت ثلاثين يوما وسرت أربعين فرسخة ولزمت الدار ستة أيام وسرت ثلاثة فراسخ خمسة المصدر المتدمن معنى الظرف وذلك بأن يكون الظرف مدافا إلى مصدر فيحظف الظرف المداف ويقوم المصدر وهو المداف إليه ما قامه نحو سافرت وقت طلوع الشمس وأكثر ما يفعل ذلك بظروف الزمان بشرط أن تعين وقتا أو مقدارا فما يعين وقتا مثل قدمت قدوم الركب وكان ذلك خفوق النجم وجئتك صلاة العصر وما يعين مقدارا مثل انتظرتك كتابة صفحتين أو قراءة ثلاث صفحات ومنت ذهابك إلى دارك ورجوعك منها ونزل المطر ركعتين من الصلاة وأقمت في البلد راحة المسافر انتهى الوجه الأول وقد يكون ذلك في ظروف المكان نحو جلست قربك وذهبت نحو المسجد ستة ألفاظ مسموعة توسعوا فيها فنصبوها نصبا ظروف الزمان على تدمينها معنى في نحو أحقا أنك ذاهب والأصل أفي حق وقد نطق بفي في قوله أفي الحق أني مغرم بك هائم وأنك لا خل هلاك ولا خمر ونحو غير شاك إني على حق وجهد رأيي أنك مصيب وظن مني أنك قادم فائدة الصفحة الثانية والخمسون اعلم أن دمير الظرفي لا ينصب على الظرفية بل يجب جره بفي نحو يوم الخميس صمت فيه ولا يقال صمته إلا إذا لم تضمنه معنى فيه فلك أن تنصبه بإسقاط الجار على أنه مفعول به توسعا نحو إذا جاء يوم الخميس صمته ومنه قول الشاعر ويوم شهدناه سليما وعامرا فقد جعل الضمير فيه شهدناه مفعولا به على التوسع بإسقاط حرف الجر والأصل ويوم شهدنا فيه عامرا وسليما عنوان سبعة الظرف المعرب والظرف المبني الصفحة الثانية والخمسون الظروف كلها معربة متغيرة الآخر إلا ألفاظا محصورة منها ما هو للزمان ومنها ما هو للمكان ومنها ما يستعمل لهما فالظروف المبنية المختصة بالزمان إذا ومتى وإيانا وإذ وأمس والآن ومذ ومنذ وقط وعود وبين وبينما وريث وريثما وكيف وكيفما ولما ومنها ما ركب من الظروف الزمان نحو زرنا صباح مساء وليل ليل ونهار نهار ويوم يوم والمعنى كل صباح وكل مساء وكل نهار وكل يوم والظروف المبنية المختصة بالمكان هي حيث وهنا وثم وأينا ومنها ما قطعا الإضافة لفظا من أسماء الجهاد الست والظروف المبنية المشتركة بين الزمان والمكان هي أن ولدا ولد ومنها قبل وبعد في بعض الأحوال وسيأتي شرح ذلك كله عنوان ثمانية شرح الظروف المبنية وبيان أحكامها الصفحة الثالثة والخمسون واحد قط ظرفني الماضي على سبيل الاستغراب يستغرق ما مضى من الزمان واشتقاقه من قطعته أي قطعته فمعنى ما فعلته قط ما فعلته في من قطع من عمري ويؤتى به بعد النفي أو الاستفهام للدلالة على نفي جميع أجزاء الماضي أو الاستفهام عنها ومن الخطأ أن يقال لا أفعاله قط لأن الفعل هنا مستقبل وقط ظرف للماضي اثنان عوضوا ظرف للمستقبل على سبيل الاستغراق أيضا يستغرق جميع ما يستقبل من الزمان والمشهور بنائه على الدم ويجوز فيه البناء على الفتح والكسر أيضا فإن أضيف فهو معرب منصوب نحو لا أفعاله عوض العائضين وهو منقول عن العود بمعنى الدهر والعود في الأصل منظر عاده من الشيء يعوده عوضا وعوضا وعياضا إذا أعطاه عوضا أي خلفا سمي الدهر بذلك لأنه كلما مضى منه جزء عوض منه آخر فلا ينقطع ويؤتى بعوض بعد النفي أو الاستفهام للدلالة على نفي جميع أجزاء المستقبل أو الاستفهام عن جميع أجزائه فإذا قلت لا أفعاله عوض كان المعنى لا أفعاله في زمن من الأزمنة المستقبلة وقد يستعمل للزمان الماضي ثلاثة بينا وبينما ظرفان للزمان الماضي وأصلهما بينا اشبعت فتحة النون فكان منها بينا فالألف زائدة كزيادة ما في بينما وهما تلزمان الجمل الإسمية كثيرا والفعلية قليلا ومن العلماء من يضيفهما إلى الجملة بعدهما ومنهم من يكفهما عن الإضافة بسبب ما لحقهما من الزيادة وهو الأقرب لبعده من التكلف وأصل بينا للمكان وقد تكون للزمان نحو جئت بين الظهر والعصر ومنه حديث ساعة الجمعة بين خروج الإمام وانقضاء الصلاة وإذا لحقتها الألف أو ما الزائدتان اختصت بالزمان كما تقدم أربع إذا هرف للمستقبل غالبا متضمن معنى الشرط غالبا ويختص بالدخول على الجمل الفعلية ويكون الفعل معه ماضي اللفظ مستقبل المعنى كثيرا ومدارعا دون ذلك وقد اجتمع في قول الشعر والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع وقد يكون بالزمان الماضي كقوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وقد يتجرد للظرفية المحضة غير متضمن معنى الشرط كقوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وقوله والليل إذا سجى ومنه قول الشعر وندمان يزيد الكأس طيبا سقيت إذا تغورت النجوم خمسة أيانا ظرف للمستقبل يكون اسم استفهام فيطلب به تعيين الزمان المستقبل خاصة وأكثر ما يكون في موادع التفخيم كقوله تعالى يسأل أيان يوم الدين ومعناه أي حين وأصله أي أيان فهفف وصار اللفظان واحدا وقد يتدمن معنى الشرط فيجزم الفعلين نحو أيان تجتهد تجد نجاحا ستة أن ظرف للمكان يكون اسم شرط بمعنى أين نحو أن تجلس أجلس واسم استفهام عن المكان بمعنى من أين كقوله تعالى يا مريم أن لك هذا أي من أين ويكون بمعنى كيف كقوله سبحانه أن يحيي هذه الله بعد موتها أي كيف يحييها ويكون ظرف زمان بمعنى متى للاستفهام نحو أن جئت سبعة قبل وبعد ظرفان للزمان ينصباني على الظرفية أو يجراني بمن نحو جئت قبل الظهر أو بعده أو من قبله أو بعده وقد يكونان للمكان نحو داري قبل دارك أو بعدها وهما مغربان بالنصب أو مضروران بمن ويبنياني في بعض الأحوال وذلك إذا قطعا عن الإضافة لفظا لا معنى بحيث يبقى المضاف إليه في النية والتقدير فقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد أي من قبل الغلبة ومن بعدها فإن قطعا عن الإضافة لفظا ومعنى لقصد التنكير بحيث لا ينوى المضاف إليه ولا يلاحظ في الذهن كان مغربين نحو فعلت ذلك قبلا أو بعدا تعني زمانا سابقا أو لاحقا ومنه قول الشعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي وإليك توضيح هذا المذهب إذا أردت قبلية أو بعدية معينتين عينت ذلك بالإضافة نحو جئت قبل الشمس أو بعدها أو بحذف المضاف إليه وبناء قبل وبعد على الضم نحو جئتك قبل أو بعد أو من قبل أو من بعد تعني بذلك قبل كل شيء معين أو بعده فنرف هنا وإن قطع عن الإضافة لفظا لم يقطع عنها معنا لأنه في نية الإضافة وإن أردت قبلية أو بعدية غير معينتين قلت جئتك قبلا أو بعدا أو من قبل أو من بعد بقطعهما عن الإضافة لفظا ومعنا وتنوينهما قضا إلى معنى التنكير والإبهام ثمانية لدى ولد هرفان للمكان والزمان بمعنى عند مبنيان على السكون والغالب في لدن أن تجرب من نحو وعلمناه من لدنا علما وقد تنصب محلا على الظرفية الزمانية نحو سافرت لدن طلوع الشمس أو المكانية نحو جلست لدنك وإذا أضيفت إلياء المتكلم لزمتها نون الوقاية نحو لدني وقد تترك هذه النون على قلة نحو لدني وهي تضاف إلى المفرد كما رأيت وإلى الجملة نحو إن طهرتك من لدن طلعت الشمس إلى أن غربت وإن وقعت بعدها غدوة نحو جئتك لدن غدوة جاز جرها بالإضافة إلى لدن وجاز نصبها على التمييز أو على أنها خبر لكان المقدرة مع اسمها والتقدير والتقدير لدن كان الوقت غدوة وجاز رفعها على أنها فاعل لفعل محفوف والتقدير لدن كانت غدوة أي وجدت فكان هنا تام والغالب على لدى أن نصب محلا على هرفية الزمانية نحو جئت لدى طلوع الشمس أو المكانية نحو جلست لديك وقد تجرب من نحو حضرت من لدى الأستاذ ولا تقع لدن لدن عندة في الكلام فلا يقال لدنه علم بخلاف لدى فتقع نحو ولدينا مجيد وكذلك عندا تقع عمدة نحو عندك حسن تدبير ولا تكون لدى ولد إلا للحاضر فلا يقال لدي كتاب نافع إلا إذا كان حاضرا أما عندا فتكون للحاضر والغائب ولا تجر لدى ولد وعند بحرف جر غير من فمن الخطأ أن يقال ذهبت إلى عنده وكثير من الناس يغطئون في ذلك والصواب أن يقال ذهبت إليه أو إلى حضرته وإذا اتصل الدمير بلدى انقلبت ألفها ياء النحو لديه ولديهم ولدينا تسعة متى مرف للزمان مدني على السكون وهو يكون اسم استفهام منصودا محلا على الظرفية نحو متى جئت ومجرورا بإلى أو حتى نحو إلى متى يرتع الغاوي في غيه وحتى متى يبقى الضال في ضلاله ويكون اسم شرط نحو متى تتقن عملك تبلغ أملك ومتى تضمنت متى معنى الشرط لزمت النصب على الظرفية فلا تستعمل مجرورا عشرة أين ظرف للمكان مدني على الفتحة وهو يكون اسم استفهام منصودا على الظرفية فيسأل به عن المكان الذي حل فيه الشيء نحو أين خالد وأين كنت ومجرورا بمن فيسأل به عن مكان بروض الشيء نحو من أين جئت ومجرورا بإلى فيسأل به عن مكان انتهاء الشيء نحو إلى أين تذهب ويكون اسم شرط وحينئذ يلزم النصب على الظرفية نحو أين تجلس أجلس وكثيرا ما تلحقه ما الزائدة للتوكيد نحو أينما تكون يدرككم الموت حادي عشر هنا وثم اسم إشارة للمكان فهنا يشار به إلى المكان القريب وثم يشار به إلى البعيد والأول مبني على السكون والآخر مبني على الفتحة وقد تلحقه التاء لتأنيث الكلمة نحو ثمت ثمت وموضوعها النصب على الظرفية وقد يجراني بمن وبإلى ثاني عشر حيث ظرف للمكان مبني على الضم نحو إجلس حيث يجلس أهل الفضل ومنهم من يقول حيث وهي ملازمة الإضافة إلى الجملة والأكثر إضافتها إلى الجملة الفعلية كما مثل ومن إضافتها إلى الاسمية أن تقول إجلس حيث خالد جالس ولا تضاف إلى المفرد فإن جاء بعدها مفرد رفع على أنه مبتدأ خبره محذوف نحو إجلس حيث خالد أي حيث خالد جالس وقد تجرد من أو إلى نحو ترجى من حيث أتيت إلى حيث كنت وأقل من ذلك جرها بالباء أو بفي وإذا لحقتها ماء الزائدة كانت اسم شرط نحو حيثما تذهب أذهب ثالث عشر الآن ظرف زمان للوقت الذي أنت فيه مدني على الفتح ويجوز أن يدخله من حروف الجر من وإلى وحتى ومنذ مدنيا معهن على الفتح ويكون في موضع الجر رابع عشر أمسي لها حالتان إحداهما أن تكون معرفة فتبنى على الكسر وقد تبنى على الفتح نادرا ويراد بها اليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه نحو جئت أمسي وتكون في موضع نصب على الظرفية الزمانية وقد تخرج عن المصب على الظرفية فتجرب من أو منذ وتكون فاعلا أو مفؤولا به أو غيرهما ولا تخرج في ذلك كله عن بنائها على الكسر قال الشاعر اليوم أعلم ما يجيء به ومدى بفصل قضائه أمسي ومن العربي من يعربها إعراب ما لا ينصرف وعليه قول إني رأيت عجبا مذ أمسا عجائزا مثل السعال خمسا وقول الآخر اعقص بالرجاء إن عم يأسوا وتناسى الذي تضمن أمسوا ومنعها من الصرف هو للتعريف والعدل لأنها معدولة عن الأمس كما أن سحر معدول عن السحر كما سبق في إعراب ما لا ينصرف والحالة الثانية أن تدخل عليها أل فتعرب بالإجماع ولا يراد بها حينئذ أمس بعينه وإنما يراد بها يوم من الأيام التي قبل يومك وهي تنصرف من حيث موقعها في الإعراب تصرف أمس خامس عشر دون ظرف للمكان وهو نقيد فوق نحو هو دونه أي أحط منه رتبة أو منزلة أو مكانا وتقول قعد خالد دون سعيد أي في مكان منخفض عن مكانه وتقول هاها دون الواق أي هو متسفل عنه ويأتي بمعنى أمام نحو الشيء دونك أي أمامك وبمعنى وراء نحو قعد دون الصف أي وراءه وهو منصوب على الظرفية المكانية كما رأيت وقد يأتي بمعنى رديء وخسيس فلا يكون ظرفا نحو هذا شيء دون أي خسيس حقير وهو حينئذ يتصرف بوجوه الإعراب وتقول هذا رجل من دون وهذا شيء من دون هذا أكثر كلام العرب ويجود حذف من كما تقدم وتجعل دون هي النعت وهو مغرب لكنه يبنى في بعض الأحوال وذلك إذا قطع عن الإضافة لفظا ومعنى نحو جلست دون بالبناء على الدم ويكون في موضع نصب سالس عشر ريثا ظرف للزمان منقول عن المصدر وهو مصدر رافا يريث ريثا إذا أبطع ثم ضمن معنى الزمان ويراد به المقدار منه نحو انتظرته ريثا صلى وانتظرني ريثا أجيء أي قدر مدة صلاته وقدر مدة مجيء ولا يليه إلا الفعل مصدرا بما أو أن المصدريتين أو مجردا عنهما فالأول نحو انتظرني ريث ما أحضر وانتظرته ريثا أن صلى سيكون حينئذ مضافا إلى المصدر المؤول بهما والثاني تقدم مثاله وإذا لم يصدر الفعل بهما أضيف ريث إلى الجملة وكان مبنيا على الفتح إن أضيف إلى جملة صدرها مبني نحو وقف ريثا صلينا ومعربا إن أضيف إلى جملة صدرها مغرب كقول الشاعر لا يصعب الأمر إلا ريثا يركبه وكل أمر سوى الفحشاء يأتمر لأن المدارع هنا معرب وأكثر ما يستعمل ريثا قبل فعل مصدر بماء أو أمن وقد يستعمل مجردا عنهما كما تقدم ويكثر قوعه مستثنا بعد ما فيه نحو ما قاد عندنا إلا ريث ما تقرأ الفاتحة ومنه حديث فلم يلبس إلا ريث ما قلت سابع عشر معا نرف لمكان الاجتماع ولزمانه فالأول نحو أنا معك والثاني نحو جئت مع العصر وهو مغرب منصوب وقد يبنى على السكون وذلك في لغتي عم وربيعة سيكون في محل مصب وإذا وليه ساكن حرك بالكسر على هذه اللغة تخلصا من التقاء الساكنين نحو جئت معي القوم وأكثر ما يستعمل مضافا كما رأيت وقد يفرد عن الإضافة فالأكثر حينئذ أن يقى حالا نحو جئنا معا أي جميعا أو مجتمعين وقد يقع في موضع الخبر نحو سعيد وخالد معا فيكون مرفا متعلقا بالخبر والفرق بينما إذا أفردت وبين جميعا أنك إذا قلت جاءوا معا كان الوقت واحدا وإذا قلت جاءوا جميعا احتمل أن يكون الوقت واحدا واحتمل أنهم جاءوا متفرقين في أوقات مختلفة ثامن عشر كيف اسم استفهام وهي ظرف للزمان عند سيباي في موضع نصب دائما وهي متعلقة إما بخبر نحو كيف أنت وكيف أصبح القوم وإما بحال نحو كيف جاء خالد والتقبير عنده في أي حال أي على أي حال والمعتمد أنها للاستشهام المجرد عن معنى الظرفية فتكون هي الخبر أو الحال للمتعلقة المقدر وتكون أيضا ثانية مفعول يظن وأخواتها لأنه في الأصل خبر نحو كيف ظننت الأمر وقد تكون اسم شرط فيجزم فعلين عند الكوفيين نحو كيف تجلس أجلس وكيف ما تكن أكن وهي عند البصريين اسم شرط غير جازم تاسع عشر إذ ذرف للزمان الماضي نحو جئتك إذ طلعت الشمس وقد تكون ذرفا للمستقبل كقوله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم وهي مدنية على السكون في محل نصب على الظرفية وقد تقع موقع المضاف إليه فتضاف إلى اسم زمان كقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وقد تقع موقع المفعول به أو البدل منه فالأول كقوله سبحانه وانكروا إذ كنتم قليلا والثاني كقوله وانكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ويتمزم الإضافة إلى الجمل كما رأيت فالجملة بعدها مدافة إليها وقد يحنف جزء الجملة التي تضاف إليها فقول الشاعر هل ترجعنا ليال قد مضينا لنا والعيش متقلب إذا كأفتانا وقد تحذف الجملة كلها ويعود عنها بتنوين إذ تنوين العرب كقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحقوم وأنتم حينئذ تنظرون أي أنتم حينئذ بلغت الروح الحقوم تنظرون انتهى الشريط الرابع والعشرون وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس والعشرون من الكتاب عشرون لما ظرف للظمان الماضي بمعنى حين أو إذ وهي تقتضي جملتين فعلاهما ماضيا ونحلها النسب على الظرفية بجوابها وهي مضافة إلى جملة فعلها الأول وهي مضافة إلى جملة فعلها الأول والمحققون من العلماء يرون أنها حرف لربت جملتيها وسموها حرف وجود لوجود أي هو للدلالة على وجود شيء لوجود غيره وسترى توضيح ذلك في كتاب الحروف إن شاء الله واحد وعشرون من ومنذ ظرفان الزمان ومن مخففة من منذ ومنذ أصلها من الجارة وإذ الظافية لذلك كسرت ميمها في بعض اللغات باعتبار الأصل وإن وليهما جملة فعلية أو اسمية كانا مضافين إليها وكانت الجملة بعدهما في موضع جر بالإضافة إليهما نحو ما تركت خدمة الأمة منذ نشأت ونازلت طلابا للمجد مذ أنا يافع وإن وليهما مفرد إجاز رفعه على أنه فاعل لفعل محذوف نحو ما رأيتك منذ يوم الخميس أو مذ يومان والتقدير منذ كان أو مذا يوم الخميس أي يومان فالجملة المركبة من الفعل المحذوف والفاعل المذكور في محل جر بالإضافة إلى مذ أو منذ ولك أنت جره على أنهما حرف جر شبيهان بالزائد نحو ما رأيتك منذ يوم أو منذ يومين اثنان وعشرون علو ظرف للمكان لمعنى فوق ولا يستعمل إلا بمن ولا يضاف لحظا على الصحيح فلا يقال أخمته من عالي الخزانة كما يقال أخمته من علوها ومن فوقها وأجاز قوم إضافته وله حالتان الأولى البناء على الدم إن ويت المضاف إليه نحو نزلت من علو تريد من فوق شيء معين مخصوص قال الشعر ولقد سددت عليك كل ثمية وأتيت نحو بني كلاب من علو والحالة الثانية جره لفظا بمن على أنه مورب وذلك إن أردت التنكير فحنفت المضاف إليه وجعلته نسيا منسيا نحو نزلت من عل تريد من مكان عال لا من فوق شيء معين ومنه قول الشاعر يصف فرسه مكر مفر مقدر مدر معا كجرمود صخر حتى السيل من علي أراد تشبيه الفرس في سرعته بجرمود إن حتى من مكان عال لا من علو مخصوص ثلاث وعشرون أسماء الزمان المضافة إلى الجمل يجوذ بناؤها ويجوذ إعرابها ويرجح بناء ما أضيف منها إلى جملة صبرها مدني كقول الشاعر على حين عاتت المشيد على الصبا فقلت ألما تصح والشيب وازع وقول غيره لأجتذبن منهن قلبي تحلما على حين يستصبين كل حديمي وإن كانت مصدرة بمعرب فالراجح والأولى إعراب الظرف كقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وقد يبنى ومنه قراءة نافع هذا يوم ينفع ببناء يوم على الفتح ومن هذا الباب قول الشاعر ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل وقول الآخر تذكر ما تذكر من سليم على حين التواصل غير داني أربع وعشرون يجري مزرى قبل وبعد من حيث الإعراب طارة والبناء طارة أخرى الجليوت الست أمان وقدام وخلف ووراء ويمين وشمال ويسار وفوق وتحت هن أضيفت أو قطعت عن الإضافة لفظاً ومعنى كانت مغربة نحو جلست أمان الصف وسرت يميناً وامش من وراء الشجرة وإن قطعت عن الإضافة لفظاً لا معنى بنيت على الضم نحو أقعد وراء أو أمام أو يمين أو خلف أو فوق أو تحت ونحو نزلت من فوق ونظرت من تحت وأتيت من يسار وتقول جاء القوم وخالد خلف أو أمام تريد خلفهم أو أمامهم فحنفت المضاف إليه ونويت معنى قال الشاعر لعن الإله تعلت ابن مسافر لعناً يشن عليه من قدامه أي من قدامه إذا أردت جهة معينة فإنما تعينها بالإضافة نحو سر يمين الصف أي بحلف المضاف إليه وبناء الظرف على الدم نحو سر يمين تأمي يمين شيء معين معروف عنده فالظرف هنا وإن قطع عن الإضافة لفظاً لم يقطع عنها معناً لأنه في نية الإضافة وإن أردت يميناً غير معين قلت سر يميناً تقطعه عن الإضافة لفظاً ومعناً قصداً إلى التنكير والإبهام وفي حكمها أول وأسفل ودون تقول قف أول الصف وقف أول ولكيته وعام أولا وقف أول وسر من أولا وتقول اقعد أسفل الصف واقعد أسفل وقل من أسفل واقعد أسفل وسر من أسفل وقد تقدم الكلام على دون وأول وأسفل من نعام من الصرف للوصفية ووظم أفعل ولما لم ينون في قولك قم من أسفل ولقيته عام أولا فائدة الصفحة الثامنة والستون أعلم أن لفظ أول لم استعمالان أحدهما أن يراد به الوصف فيكون بمعما أسبق فيعطى حكم اسم التفديل فينتمع من الصرف ولا يؤمث بالتاء نحو لقيتك عام أولا ويستعمل بمن نحو هذا أول من هذين وجئتك أول من أمس وثانهما ألا يراد به الوصف فيكون اسما من صرف النحو لقيته عاما أولا تريد عاما قديما ومنه قولهم ما له أول ولا آخر وما رأيت لهذا الأمر أولا ولا آخرا بالتنوين تعني بالأول والآخر المبدأ والنهاية قال أبو حيان وفي محفوظه أن هذا مما يؤنث بالتاء ويصرف أيضا فيقال أولة وآخرة انتهى قلت والعامة عندنا تقول هذا الشيء مما له أولة ولا آخرة وتقول والذي ما له أولة ما له آخرة بالتأنيف عنوان خمسة المفعول معه الصفحة الثامنة والستون المفعول معه اسم فضلة وقع بعد واي بمعنى ما مسبوقة بجملة ليدل على شيء حصل الفعل بمصاحبته أي ما بلا قصد إلى إشراكه في حكم ما قبله محو وفي هذا المبحث ثلاثة مباحث واحد شروط النصب على المعية يشترط في نصب ما بعد الواوي على أنه مفعول معه ثلاثة شروط واحد أن يكون فضلة أي بحيث يصح عقاد الجملة بدونه فإن كان الاسم التالي للواوي عدة نحو اشترك سعيد وخليل لم يجز نصبه على المعية بل يجب عطفه على ما قبله فتقوم الواوي عاطفه وإنما كان خليل هنا عمدة لوجود عطفه على سعيد الذي هو عمدة والمعطوف له حكم معطوف عليه وإنما وجب عطفه لأن فعل الاشتراك لا يقع إلا من متعدد فدل عطف يكون الاشتراك مسندا إليهما معا فلوما سبته لكان فضله ولم يكن له حظ في الاشتراك حاصلا من واحد وهذا ممتنع اثنان أن يكون ما قبله جملة فإن سبقه مفرد نحو كل امرئ وشأنه كان معطوفا على ما قبله وكل مبتدأ وامرئ مداف إليه وشأنه معطوف على كل والخبر محظوف وجودا كما تقدم نظوره في باب المبتدأ والخبر والتقدير كل امرئ وشأنه مقترنان ولك أن تنصب كل على أنه مفعول به لشعل محظوف تقديره دع أو يترك فتعطف شأنه عليه حينئذ منصوبا ثلاثة أن تكون الوار التي تسبقه بمعنى معا فإن تعين أن تكون الوار العطفي لعدم صحة المعية نحو جاء خالد وسعيد قبله أو بعده لم يكن ما بعدها مفعولا معه لأن الوار هنا ليست بمعنى ما إذ لو قلت جاء خالد مع سعيد قبله أو بعده كان الكلام ماهر الفساد وإن تعين أن تكون واو الحال فكذلك محو جاء علي والشمس طالعة ومثال ما اجتمعت فيه الشروط سار علي والجبل وما لك وسعيدا وما أنت وسليما اثنان أحكام ما بعد الواو الصفحة السبعون لجسم الواقع بعد الواوي أربعة أحكام وجوب النصب على المعية ووجوب العطف ورجحان النصب ورجحان العطف فيجب النصب على المعيه بمعنى أنه لا يجوز العطف إذا لزم من العطف فساد في المعنى نحى سافر خليل والليل ورجع سعيد والشمس ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم وقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان وإنما انتمع العطف لأنه يلزم منه عطف الليل على خليل وعطف الشمس على سعيد فيكونان مسندا إليهما لأن العطف على نية تكرير العامل والمعطوف في حكم المعطوف عليه لفظا ومعنا كما لا يخفى فيكون المعنى سافر خليل وصافر الليل ورجع سعيد ورجعت الشمس وهذا ظاهر الفساد ولو اعتفت شركاءكم في الآية الأولى على أمركم لم يجز لأنه يقال أجمع أمره وعلى أمره كما يقال عزمه وعزم عليه كلاهما بمعنى واحد ولو يقال أجمع الشركاء أو عظم عليهم بل يقال جمعهم فلو اعتفت كان المعنى اعزمه على أمركم واعزمه على شركائكم وذلك واضح البطلان ولو اعتفت الإيمان على الدار في الآية الأخرى لفسد المعنى لأن الدار إن تتبوى أي تسكن فالإيمان لو تبوى فما بعد الواو في الآيتين منصوب على أنه مفعول ما فالواو واو المعية ويجوز أن تكون الواو في الآيتين عاطفة وما بعدها مفعول به لفعل محذوف تقديره في الآية الأولى ادعوا واجمعوا فعل أمر من الجمع وفي الثانية أخلصوا فعل ماض من الإخلاص فيكون الكلام من عطف جملة على جملة لا من عطف مفرد على مفرد ويجوز أن يكون شركائكم معطوفا على أمركم على تدميني أجمعوا معنى هيئوا وأن يكون الإيمان معطوفا على تدميني تدوأ معنى لزموا والتدمين في العربية باب واسع ويجب العطف بمعنى أنه ينتمع النصب على المعية إذا لم يستكمل شروط نصبه الثلاثة المتقدمة ويرجح النصب على المعية مع جواز العطف على بعف في موضعي واحد أن يلزم من العطف بعف في التركيب كأن يلزم منه العطف على الدمير المتصل المرفوع البارز أي المستتر من غير فصل بالدمير المنفصل أي بفاصل أي فاصل نحو جئت وخالدا واذهب وسليما ويضعف أن يقال جئت وخالد واذهب وسليم أي بعطف خالد على التائفي جئت وعطف سليم على الدمير المستترف الذهب والضعف إنما هو من جهة الصناعة النحوية الثابتة أصولها باستقراء كلام العرب وذلك أن العرب لا تعطف على الدمير المرفوع المتصل البارز أو المستتر إلا أن يفصل بينهما بفاصل أي فاصل نحو جئت اليوم وخالد وأنهب غدا وسعيد والأفضل أن يكون الفاصل دميرا منفصلا يؤكد به الدمير المتصل أو المستتر نحو جئت أنا وخالد واذهب أنت وسعيد أما العطف على الدمير المنصوب المتصل فجائز بما خلاف نحو أكرمتك وزهيرا وأما العطف على الدمير المجرور من غير إعادة الجار فقد منعه جمهور النحا فلا يقال على رأيهم أحسنت إليك وأبيك بل أحسنت إليك وأباك بالنسب على المعية فإن عط الجار جاز نحو أحسنت إليك وإلى أبيك والحق أنه جائز وعلى ذلك الكسائي وابن مالك وغيرهما وجعلوا منه قوله تعالى فكفر به والمسجد الحرام وقد قرئ في السبع واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بجر الأرحام عطفا على الهائف به قرأ ذلك حمزة أحد القراء السبع لكن الأكثر والأفصح إعادة الجار إذا أريد العطف كما تقدم إثنان أن تكون الواو أن تكون المعية مقصودة من المتكلم فتفوت بالعطف نحو لا يعرك الغنى والبطر ولا يعجبك الأكل والشبع ولا تهوى رغض العيش وانذل فإن المعنى المراد كما ترى ليس النحي عن الأمرين وإنما هو الأول مجتمعا مع الآخر ومنه قول الشاعر فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال فليس المراده كونوا أنتم وليكن بني أبيكم وإنما يريد كونوا أنتم مع بني أبيكم فالنصب على المعية فيما تقدم راجح قوي لتعيينه المعنى المراد وفي العطف ضعف من جهة المعنى والمحققون يجبون في مثل ذلك النصب على المعية ولا يجوزون العطف وهو الحق لأن العطف يفيد التشريك في الحكم والتشريك هنا غير مقصود ويرجح العطف متى أن كان بغير ضعف من جهة التركيب ولا من جهة المعنى نحو سار الأمير والجيش وسرت أنا وخالد وما أنت وسعيد قال تعالى يا آدم اسكن أنت يا زوجك الجنة ومتى ترجح العطف ضعف النصب على المعية ومتى ترجح النصب على المعية ضعف العطف عنوان خلاصة وتحقيق الصفحة الثالثة والسبعون وخلاصة البحث أما بعد الواوي طارة لا وصح تشريكه في حكم ما قبله نحو سار علي والجبل فيجب نصبه على المعية وطارة يصح تشريكه فينع من العطف مانع نحو جئت وسعيدا فيترجح نصبه على المعية وطارة يجب تشريكه نحو تصالح سعيد وخالد فيجب العطف وطارة يجوز تشريكه بلا مانع نحو سافرت أنا وخليري فيختار فيه العطف على نصبه على المعية وطارة لا يكون التشريك مقصودا وإنما يكون المقصود هو المعية فيكون الكلام علامية الإعراب عن تشريك ما بعد الواوي في حكم ما قبلها إلى مجرد معنى المصاحبة فيرجح النصب على المعية على العطف نحو لا تسافر أنت وخالدا إذا أردت نهيه عن السفر مع خالد لا نهيه ونهي خالدا عن السفر وقد ذكرنا آنفا بضعة أمثلة على ذلك فإن قصدت إلى نهيهما كليهما عن السفر ترجح العطف نحو لا تسافر أنت وخالد والنفس تواقة إلى إيجاب النصب على المعية فيما لم يقصد به إلى التشريك في الحكم وإلى إيجاب العطف فيما يقصد به إلى التشريك فيه مراعاة لجانب المعنى الذي يريده المتكلم ونرى أن إجازتهم العطف في الصورة الأولى ونصب على المعية في الصورة الثانية على ضعف فيهما إنما هي من حيث الصناعة اللفظية بمعنى أنه لا يمنع من ذلك مانع من حيث القواعد النحوية وأنت خبير بما في ذلك من التهويش على السانع والتلبيس عليه فاحفظ هذا التحقيق وعمل به عنوان ثلاثة العامل في المفعول معه ينصل المفعول معه ما تقدم عليه من فعل أو اسم يشبه الفعل فالفعل نحو سرط والليل والاسم الذي يشبه نحو أنا ظاهب وخالدا وحسبك وسعيدا ما فعلتما وقد يكون العامل مقدرا وذلك بعدما وكيف الاستفهاميتين نحو ما أنت وخالدا وما لك وسعيدا وكيف أنت والسفر غدا والتقدير ما تكون وخالدا وما حاصل لك وسعيدا وكيف تكون والسفر غدا واعلم أنه لا يجوز أن يتقدم المفعول معه على عامله ولا على مصاحبه فلا يقالوا والجبل سار علي ولا سار والجبل علي عمران ستة الحال الصفحة الرابعة والسبعون الحال الحال وصف فضلة يذكر لديان هيئة باسم الذي يكون الوصف له نحو رجع الجند غافرا وأدب ولدك صغيرا ومرضت بهند راكبة وهذا خالد مقبلا ولا فرق بين أن يكون الوصف مشتقا من الفعل نحو طلعت الشمس صافية أي اسما جامدا في معنى الوصف المشتق نحو هذا خليل غزالا أي مسرعا كالغزال ومعنى كونه فضله أنه ليس مسندا ولا مسندا إليه وليس معنى ذلك أنه يصح الاستغناء عنه إذ قد تجيء الحال غير مستغما عنها كقوله تعالى وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ وقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سقارا حتى تعلموا ما تقولون وقول الشاعر إنما الميت من يعيش كئيدا كاسفا باله قليل الرجاء وقد تشتبه الحال بالتمييز في نحو لله ضره فارسا أو عالما أو خطيبا فهذا ونحوه تمييز لأنه من يقصد به تمييز الهيئة وإنما ذكر لبيان جنس المتعجب منه والهيئة مفهومة ضمنا وَلَوْ قُلْتَ لِلَّهِ بَرُّهُ مِنْ فَارِسِ لَصَحَّ وَلَا يَصِحُ هَاهَا فِي الْحَالِ فَلَا يُقَالُ جَاءَ خَالِدٌ مِنْ رَاكِبٍ وَلَيْسَ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ هو التميييز حقيقةً وإنما هو صفته نابت عنه بعد حنفه والأصل لله ضره رجلا فارسا وربما اشتبهت الحال بالمات نحو بررت برجل راكب فراكب مات لأنه ذكر لتخصيص الرجل إلى لبيان هيئته واعلم أن الحال منصوبة دائما وقد تجر لفظا بالباء الزائدة بعد النفي كقول الشاعر فما رجعت بخائدة ركاب حكيم ابن المسيب منتهاها وفي هذا الباب تسعة مباحث عنوان واحد الاسم الذي تكون له الحال الصفحة الخامسة والسبعون تجر الحال من الفاعل نحو ورجع الغائب سالما ومن نائب الفاعل نحو تؤكل الفاكهة مابجة ومن الخبر نحو هذا الهلال طالعا ومن المبتدئ كما هو مذهب سيبويه ومن تابعه وهو الحق نحو أنت مجتهدا أخي ونحو الماء صرفا شرابي ومن المفاعل كلها على الأصح لا من المفعول به وحده فنجيئها من المفعول به نحو لا تأكل الفاكهة فجة ومن المفعول المطلق نحو سرت سيري حثيثا فتعبت التعب شديدا ومن المفعول فيه نحو سريت الليل مظلما وصنت الشهر كاملا ومن المفعول لأجله نحو بفعل الخير محبة الخير مجردة عن الرياء ومن المفعول معه نحو سر الجبل عن يمينك ونحو لا تسر الليل داجيا انتهى الوجه الأول ولا فرق بين ان يكون المفعول صريحا كما رأيت او مجرورا بالحرف نحو انهب بالكريم عاثرا ونحو لا تسر في الليل مظلما ونحو اسعى للخير وحده وقد تأتي الحال من المضاف اليه بشرط ان يكون في المعنى او في التقدير فاعلا او مفعولا وذلك في صورتين واحد ان يكون المضاف مصدرا او وصفا مضافين الى فاعلهما او نائب فاعلهما او مفعولهما فالمصدر المضاف الى فاعله نحو سرني قدومك سالما ومنه قوله تعالى اليه مرجعكم جميعا وقول الشاعر تقول ابنتي ان انطلاقك واحدا الى الروع يوما تاركي لا ابا ليا والوصف المضاف الى فاعله نحو انت حسن الفرس مسرجا والوصف المضاف الى نائب فاعله نحو خالد معمد العين دامعة والمصدر المضاف الى مفعوله نحو يعجبني تأديب الغلام مذنبا وتهذيبه صغيرا والوصف المضاف الى مفعوله نحو انت وارد العيش صافيا ومسهل الامر صعبا ونحو خالد سار الليل مظلما وبذلك تكون الحال قد جاءت من الفاعل او نائب او من المفعول كما هو شرطها اثنان ان يصح اقامة المضاف اليه مقام المضاف بحيث لو حضف المضاف لا استقام المعنى وذلك بان يكون المضاف جزءا من المضاف اليه حقيقة كقوله تعالى ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه وقوله ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا ونحو امسكت بيدك عاثرا ان يكون كجزء منه نحو تسرني طباء خالد راضيا وتسوءني اخلاقه غضبانا ومنه قوله تعالى ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وبذلك تكون الحال ايضا قد جاءت من الفاعل او المفعول تقديرا لانه يصح الاستغماء عن المضاف فاذا سقط ارتفع ما بعده على الفاعل او انتصد على المفعولية واذا علمت ذلك عرفت انه لا يصح ان يقال مرنت بغلان سعادة جالسة لعدم صحة الاستغماء عن المضاف لانه ليس جزءا من المضاف اليه ولا كالجزء منه فلو اسقط الغلان فقلت مررت بهند جالسة لم يستقم المعنى المقصود لان القفضة هو المرور بغلانها لا بها عنوان اثنان شروط الحال الصفحة الثامنة والسبعون نشترط في الحال اربعة شروط واحد ان تكون صفة منتقلة لا ثابتة وهو الاصل فيها نحو طلعت الشمس صافية وقد تكون صفة ثابتة نحو هذا ابوك رحيما يوم ابعث حيا خلق الانسان بعيفا خلق الله الزرافة يديها اطول من رجليها انزل اليكم الكتاب مفصلا وقال الشاعر فجاءت به صبت العظام كأنما عمامته بين الرجال اللواء اثنان ان تكون نكرة لا معرفة وقد تكون معرفة اذا صح تأويلها بنكرة نحو آمنت بالله وحده اي منفردا ونحو رجع المسافر عوده على بدءه اي عائدا في طريقه والمعنى انه رجع في الحال ونحو ادخلوا الاول فالاول اي مترتبين ونحو جاءوا الجماء الغفير اي جميعا ونحو افعل هذا جهدك اي طاقتك اي جاهدا جادا ونحو جاء القوم قدهم بقضيضهم اي جاءوا جميعا او قاطبة ثلاثة ان تكون نفس صاحبها في المعنى نحو جاء سعيد راكبا فان الراكب هو نفس سعيد ولا يجوز ان يقال جاء سعيدا ركوبا لان الركوب فعل الراكب وليس هو نفسه اربعة ان تكون مشتقة لا جامدة وقد تكون جامدة مؤولة بوصف مشتق وذلك في ثلاث حالات الاولى ان تدل على تشبيه نحو كالرعلي اسدا اي شجاعا كالاسد ونحو وضح الحق شمسا اي مضيئا او منيرا كالشمس ومنه قولهم وقع المسترعان عدلي عير اي مستحبين كاستحاب عدلي حمار حين سقوطهما الثانية ان تدل على مفاعلة نحو بعتك الفرسا يدا بيد اي متقابضين ونحو كلمته فاه الى فيا اي متشافهين الثالثة ان تدل على ترتيب نحو دخل القوم رجلا رجلا اي مترتبين ونحو قرأت الكتاب بابا بابا اي مرتبا وقد تكون جامدة غير مؤولة بوصف مشتق وذلك في سبع حالات الاولى ان تكون موصوفة كقوله تعالى انا انزلناه قرآن عربيا وقوله فتمثل لها بشرا سويا الثانية ان تدل على تسعير نحو بعت القمح مدا بعشرة قروش واشتريت الثوب ذراعا بدينار الثالثة ان تدل على عدد كقوله تعالى فتم ميقاط ربه اربعين ليلة الرابعة ان تدل على طور اي حال واقع فيه تفضيل نحو خالد علاما احسن منه رجلا ونحو العنب زبيبا اطيب منه دبسا الخامسة ان تكون نوعا لصاحبها نحو هاذا مالك ذهبا السادسة ان تكون فرعا لصاحبها نحو هاذا ذهبك خاتما ومنه قوله تعالى وتنحتون الجبال بيوتا السادسة ان تكون اصلا لصاحبها نحو هاذا خاتمك ذهبا وهاذا فوبك كتانا ومنه قوله تعالى اسجد لمن خلقت طينا عنوان فوائد الصفحة الحادية والثمانون واحد سمع بعض المصادر مما يدل على نوع عامله منصوبا فقال الجمهور البصريين انه منصوب على الحال وهو مؤول بوصف مشتق نحو جاء ركبا قتلته صبرا طلع علينا فجأة او بغتة لقيته كفاحا او ايانا كلمته مشافهة اخرت الدرس عن الاستاذ سماعا ونحو ذلك وجعل هذه المصادر حالا كما قالوا جائز والاولى ان يجعل ذلك مفعولا مطلقا مبينا للنوع فهو منصوب على المصدرية لا على الحالية لان المعنى على ذلك فلا حاجة الى التأويل اثنان جعلوا ايضا المصدر المنصوبة بعد ال الكمالية اي الدالة على معنى الكمال في مصحوبها منصوبا على الحال بعد تأويله بوصف مشتق نحو انت الرجل فهما والحق انه منصوب على التمييز ولا معنى للحال هنا ثلاثة جعلوا من المنصوب على الحال بعد تأويله بوصف مشتق المصدر المنصوبة بعد خبر مشبه به مبتدع نحو انت زهير شعرا وسحبان فصاحة وحاتم جودا والاحنف حيما واياس ذكاء وهو منصوب على التمييز لا محالة ولا معنى للحال هنا اربع جعلوا ايضا المنصوبة بعد اما في مثل قومك اما علما فعالم حالا بعد تأويله بوصف مشتق وهو منصوب على انه مفعول به لفعل محذوف والتقدير ان ذكرت العلم فمعالم ولا معنى لنصبه على الحال عنوان ثلاثة عامل الحال وصاحبها الصفحة الحادية والثمانون تحتاز الحال الى عامل وصاحب فعاملها ما تقدم عليها من فعل او شبهه او معناه فالفعل نحو طلعت الشمس صافية والمراد بشبه الفعل الصفات المشتقة من الفعل نحو ما مسافر خليل ما شياء والمراد بمعنى الفعل تسعة اشياء واحد اسم الفعل نحو صح ساكتا ونزال مسرعا اثنان اسم الاشارة نحو هذا خالد مقبلا ومنه قوله تعالى وهذا بعلي شيخا وقوله فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا وقوله ان هذه امتكم امة واحدة ثلاثة ادوات التشبيه نحو كأن خالدا مقبلا اسد قال الشعر كأن قلوب الطير رقبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي اربعة ادوات التمني والترجي نحو ليت السرور دائما عندنا ونحو لعلك مدعيا على حق خمسة ادوات الاستفهام نحو ما شأنك واقفا ما لك منطلقا كيف انت قائما كيف بزهير رئيسا ومن ذلك قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين ستة حرف التنبيه نحو ها هو ذا البدر طالعا سبعة الجار والمجرور نحو الفرس لك وحدك ثماني الظرف نحو لدينا الحق خفاق اللواء تسعة حرف النداء كقوله يا ايها الرب مدكيا بساحته وصاحب الحال ما كانت الحال وصفا له في المعنى فاذا قلت رجع الجند ظافرا فصاحب الحال هو الجند وعاملها هو رجعا والاصل في صاحبها ان يكون معرفة كما رأيت وقد يكون مكرة باحد اربعة شروط واحد ان يتأخر عنها نحو جاءني مسرعا مستنجد فانجدته ومنه قول الشاعر لمن يتموحشا طللوا وقول الاخر وفي الجسم مني بينا لو علمته شحوب وان تستشهد العين تشهدي وقول غيره وما لام نفسي مثلها ليلائم ولا سد فقري مثل ما منكت يدي اثنان ان يسبقه نفي او نهي او استفهام فالاول نحو ما في المدرسة من تلميذ كسولا وما جاءني احد الا راكبا ومنه قوله تعالى وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون والثاني نحو لا يبغي مرء على امرئ مستسحلا بغيه ومنه قول الشاعر لا يركنا احد الى الاحجام يوم الوضع متخوفا لحمامي الثالث نحو اجاءك احد مراكباء ومنه قول الشاعر يا صاحي هل حم عيش باقيا فترى لنفسك العذر في ادعادها الاملاء ثلاثة ان يتخصص بوصف او اضافة فالاول نحو جاءني صديق حميم طالبا معونتي ومنه قوله تعالى فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا وقول الشاعر نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشهونا والثاني نحو مرت علينا ستة ايام شديدة ومنه قوله تعالى في اربعة ايام سواء للسائلين اربعة ان تكون الحال بعده جملة مقرونة بالواو كقوله تعالى او كالله مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقد يكون صاحب الحال نكرة بلا مسوق وهو قليل كقولهم عليه مئة بيضا وفي الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا وصلى وراءه رجال قياما عنوان اربعة تقدم الحال على صاحبها وتأخرها عنه الصفحة الخامسة والثمانون الاصل في الحال ان تتأخر عن صاحبها وقد تتقدم عليه جوازا نحو جاء راكبا سعيد ومنه قول الشاعر فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهني وقد تتقدم عليه وجوبا وقد تتأخر عنه وجوبا فتتقدم عليه وجوبا في موضعين واحد ان يكون صاحبها مكرة غير مستوفية للشروط نحو لخليل مهذبا غلام ومنه قول الشاعر وهل لا اعدوني لمثلي تفاقدوا وفي الارض مبثوثا شجاع واقرب اثنان ان يكون محصورا نحو ما جاء ناجحا الا خالد وانما جاء ناجحا خالد تقول ذلك اذا اردت ان تحصر المجيئة بحالة النجاح في خالد وتتأخر عنه وجوبا في ثلاثة موابا واحد ان تكون هي المحصورة نحو ما جاء خالد الا ناجحا وانما جاء خالد ناجحا تقول ذلك اذا اردت ان تحصر مجيئ خالد في حالة النجاح ومنه قوله تعالى وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنظرين اثنان ان يكون صاحبها مجرورا بالاضافة نحو يعجبني وقوف علي خطيبة وسرني عملك مخلصا اما المجرور بحرف جر اصلي فقد منع الجمهور تقدم الحال عليه فلا يقال مررت راكبة بسعادة واخنت عاثرا بيد خليل بل يجب تأخير الحال واجاز تقدمه ابن مالك وغيره وجعلوا منه قوله تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس وجعل بعضهم جياز تقدمها عليه مخصوصا بالشعر كقول الشعر اذا المرء اعيته مروءة ناشئا فمطلبها كحلا عليه عسير وقول الاخر تفليت طرا عنكم بعد بينكم بذكراكم حتى كامكم عندي وقول غيره لان كان برد الماء هيمان صاديا الي حبيبا انها لحبيب وقول الاخر غاخلا تعرض المنية للمرء فيدعى ولا تحين نداء اما المجرور بحرف جر زائد فلا خلاف في جواز تقدم الحال عليه لان حرف الجر الزائد كالصاقة فلا يعتد به نحو ما جاء راكبا من احد وكفى صديقا بك ثلاثة ان تكون الحال جملة مقترنة بالواو نحو جاء علي والشمس طالعة فان كانت غير مقترنة بها جاء تأخيرها وتقديمها فالاول نحو جاء خليل يحمل كتابه والثاني نحو جاء يحمل كتابه خليل وأجلز قوم تقديمها وهي مصدرة بالواو والأصح ما ذكرنا غنوان شمسة تقدم الحال على عاملها وتأخرها عنه الصفحة السابعة والثمانون الأصل في الحال ان تتأخر عن عاملها وقد تتقدم عليه جوازا بشرط ان يكون فعلا متصرفا نحو راكبا جاء علي او صفة تشبه الفعل المتصرف كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة نحو مصرعم خالد منطلق وان الفعل المتصرف قوله تعالى خشعم ابصارهم يخرجون وقولهم شتى تأوب الحلبة اي متفردقين يرجعون فان كان العامل في الحال فعلا جامدة فعلا جامدا او صفة تشبه وهي اسم التفضيل او معنى الفعل دون احرفه فلا يجوز تقديم الحال علي فالاول نحو ما اجمل البدر طالعا والثاني علي افصح الناس خطيبا والثالث نحو كأن علي مقدما اسد فلا يقال طالعا ما اجمل البدر ولا علي خطيبا افصح الناس ولا مقدما كأن علي اسد ويستثنى من ذلك اسم التفضيل في نحو قولك سعيد خطيبا افصح منه كاتبا وابراهيم كاكبا افصح من خليل شاعرا ففي هذه الصورة يجب تقديم الحال كما ستعلم واعلم ان اسم التفضيل صفة تشبه الفعل الجامد من حيث انه لا يتصرف بالتثمية والجمع والتعنيث كما تتصرف الصفات المشتقة كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة فهو لا يتصرف تصرفها الا في بعض الاحوال وذلك ان اقترم بأل او ادوف الى معرفة فتصرف حينئذ افرادا وتثمية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا كما عرفت في الجزء الاول من هذا الكتاب عنوان متى تتقدم الحال على عاملها وجوبا الصفحة الثامنة والثمانون تتقدم الحال على عاملها وجوبا في ثلاث صور واحد ان يكون لها صدر الكلام نحو كيف رجع سليم فان اسماء الاستفهام لها صدر جمتها اثنان ان يكون العامل فيها اسم تفضيل عاملا في حالين فضل صاحب احداهما على صاحب الاخرى نحو خالد فقيرا اكرم من خليل غنيا او كان صاحبها واحدا في المعنى مفضلا على نفسه في حالة دون اخرى نحو سعيد ساكتا خير منه متكلمة فيجب والحالة هذه تقديم الحال التي للمفضل بحيث يتوسط اسم التفضيل بينهما كما رأيت ثلاثة ان يكون العامل فيها معمى التشبيه دون احرفه عاملا في حالين يراد بهما تشبيه صاحب الاولى بصاحب الاخرى نحو انا فقيرا كخليل غنيا ومنه قول الشاعر تعيرنا اننا عالة ونحن صعاليك انتم ملوكا او تشبيه صاحبهما الواحد في حالة بنفسه في حالة اخرى نحو خالد سعيدا مثله بائسا فعجب اذاك تقديم الحال التي للمشبه على الحال التي للمشبه به كما رأيت الا ان كانت اداة التشبيه كأن فلا يجوز تقديم الحال عليها مطلقا محو كأن خالدا مهرلا سعيد بطيئا فان كان التشبيه العامل في الحالين فعلا او صفة مشتطة منه جوز تقديم حال المفضل علي وتأخيرها عن فالاول نحو خالد ماشيا يشبه سعيدا راكبا والثاني نحو يشبه خالد ماشيا سعيدا راكبا عنوان متى تتأخر الحال عن عاملها وجوبا الصفحة التسعون تتأخر الحال عن عاملها وجوبا في احد عشر موضعا واحد ان يكون العامل فيها فعلا جامدا نحو نعم المهذار ساكتا ما احسن الحكيم متكلما بئس المرء منافقا احسن بالرجل صادقا اثنان ان يكون اسم فعل نحو نزال مسرعا ثلاثة ان يكون مصدرا يصح تقديره بالفعل والحرف المصدري نحو سرني او يسرني اغترابك طالبا للعلم اذ وصح ان تقول يصرني ان تغطرب طالبا للعلم فان كان وصح تقديره بالفعل والحرف المصدري نحو سمعا كلام الله متلوى جاز تقديمه عليه نحو متلوا سمعا كلام الله اربعة ان يكون صلة لالنحو خالد هو العامل مجتهدا خمسة ان يكون صلة لحرف المصدري نحو يصرني ان تعمل مجتهدا سرني ان عملت مخلصا يصرني ما تجتهد دائدا سرني ما سعيت صادرا ستة ان يكون مقرونا بلان الاتباء نحو لا اصبر معتملا سبعة ان يكون مقرونا بلان القسم نحو لا اثابرا مجتهدا ثمانية ان يكون كلمة فيها معنى القول دون احرفه نحو هذا علي مقبلاء ليت سعيدا غميا كريم كأن خالدا فقيرا غمي انتهى الشريط الخامس والعشرون وللكتاب بقية على الشريط التالي لانه يريدوني يوم lynتوكي متوجودة لان الوقت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة